اف مطر يبقى اول سري شابترز عندنا هيتكلموا على مين هيتكلموا على الستيت اف مطر طيب مش وانسين بالنسبة للستيت اف مطر حد يقدر يقول لي انتو عندكو كم حالة للمادة عندنا كم حالة للمادة ثلاثة ثلاثة ايه هم التلاثة عندي صح وعندي وعندي تمام يبقى انا عندي ثلاثة حالات للمادة اللي هما الجاز والليكود ومين والسولد طيب احنا ان شاء الله في شابتر ون شابتر ون هنتكلم فيه على الجازيس استيت المادة في الحالة الجازية ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر على الجاز انا عندي ثري فاكتورز ايه هما اول حاجة البرشور تاني حاجة الفوليوم تالت حاجة التمبريتشور يبقى انا عندي ثري فاكتورز بيأثروا على الجاز ايه هما البرشور الضغط الفي الفوليوم التي التمبريتشور يبقى دلوقتي لما اجي اقولك ايه هي الحاجات اللي بتأثر على الجاز هتقولي ان انا عندي ثري فاكتور اللي هو بريشور وفوليوم ومين وتمبريتشور تعال نمسك اول حاجة فيهم اول حاجة فيهم دي اللي هي مين اللي هي البرشور طيب حد يقدر يقولي ضغط الجاز جاي نتيجة ايه لو انا عايز اعرف ضغط الجاز جاي نتيجة ايه حد يقدر يقولي الجاز بارت زي ما بتخط في الكنتينر بتاع البرشور بتاع الجاز جاي نتيجة الكلاجن الكلاجن of جاز موليكلز with wool of container جاي نتيجة تصادم جزائقات الغاز مع جدار الاناء يعني ايه يعني انا دلوقتي لو عندي container بالمنظر ده ودي البرتكالز بتاعة الجاز تمام ضغط الجاز جاي نتيجة ايه جاي نتيجة تصادم جزائقات الغاز مع الول بتاع الكنتينر بالمنظر ده يبقى البرشور بتاع الجاز جاي نتيجة الكلاجن of جاز موليكلز with wool of container جاي نتيجة تصادم جزائقات الغاز مع مين مع جدار الاناء خلاص يبقى ضغط الجاز جاي نتيجة تصادم جزائقات الغاز مع جدار الاناء طب انا عندي كام يونت للبرشور عندي حوالي تمانية ستة يونت ايه هم عندي حاجة اسمها الاتموسفير والاتموسفير ده ايكوال حاجة اسمها البر هو ايكوال البر او او ايكوال بالزبط 1.01 بار عندي حاجة اسمها التورشيل التورشيل ده ايكوال مليمتر ميركري عندي حاجة اسمها الباسكال والباسكال ده ايكوال نيوتن برميتر سكوير يبقى انا دلوقتي عندي حوالي ستة يونت للبرشور ايه هم الستة يونت دول عندي الاتموسفير ايكوال البار عندي التورشيل ايكوال المليمتر ميركري وعندي الباسكال ايكوال النيوتن برميتر سكوير نعرف إزاي أقدر أحول من يونت ليونت تانية إزاي أقدر أحول من يونت ليونت تانية طيب بالنسبة للون اتموسفير الون اتموسفير ايه اسكوا fizer seventy ملي متر ميركري طيب يعني أنا لو عايز أحول من اتموسفير لملي متر ميركري هعمل إيه هادرب ولا هقسم 760 هين فش هانسين هادرب هادرب طول ما أنا ماشي كده بضرب طول ما أنا ماشي مين بضرب طب لو أنا دلوقتي من ملي متر ميركري للأتموسفير هعمل إيه هقسم على 760 يبقى أنه أنا أتموسفير لملي متر ميركري هضرب في 760 من ملي متر ميركري للأتموسفير هقسم على 760 طيب تاني حاجة أنا عندي الone أتموسفير equal one zero one three two five بسكال يعني أنا لو عايز أحول من أتموسفير لبسكال هضرب one zero one three two five لو عايز أحول من بسكال لأتموسفير هقسم على one zero one three two five طيب يبقى أنا دلوقتي طب لو عايز أحول ومن one ملي متر من one ملي متر ميركري لبسكال one ملي متر ميركري equal one zero one one ملي متر ميركري equal one zero one three two five على 760 باسكال خلاص يبقى احنا كده عرفنا التحولات بتاعتنا يبقى انا لو عايز احاول من مليمتر ميركري ليه باسكال هضرب في 101325 على 760 من باسكال لمليمتر ميركري هقسم على 101325 على 760 تمام طيب دلوقتي انا من ضمن اليونتس دي كلها انا من دلوقتي من ضمن اليونتس دي كلها هشتغل بكم يونت هشتغل بتو يونت بس ايه هم يا اما هشتغل بالاتموسفير وما يسوي البار يا اما هشتغل بالباسكال وما يسوي النيوتن بيرميتر سكوير يبقى انا دلوقتي يا باشوانتسين من ضمن اليونت دي كلها في البراشر انا هشتغل بتو يونتس بس ايه هم التو يونتس دول يا اما اتموسفير يا اما مين يا اما باسكال تمام يا اما اتموسفير يا اما مين يا إما باسكال طيب فين أمال مجدي أمال مجدي بشوان ديسا إحنا قلنا دلوقتي المادة بتبقى موجودة في صورة كم حاجة تلاتة تلاتة إيه هم pressure وvolume وتمبراتر pressure لا المادة موجودة في صورة كم حاجة يعني في state of matter gases and liquids and solids gases and liquids and solids طب إيه هي الفاكتورز اللي بتأثر على الجازز pressure and volume and temperature تمام pressure плюс volume وكمبراتر طيب آآآ آآ آآ iser سامير آآآ دكتور آآآ voorster دلوقتي إيه هي مع الول بتاع الكنتينر دلوقتي تخيل كده أنت بتضغط على أو أنت قاعد على المكتب بتاعك وديس عليه فالضغط اللي على المكتب ده جاي نتيجة ايه جاي نتيجة تصادم ايدي مع مين مع المكتب بتاعي طيب تقدر تقولي يا إسر أنا عندي كم يونت لي للبرشر هم ستة ستة ايه هم ده هو الأتموسفير الأتموسفير أتموسفير ده إقوال مين إقوال البار بار طيب وإيه تاني المليمتر ميركري إقوال مين التورشيل طيب الباسكال إقوال مين نيوتن برميتر سكوار طيب إسر تمام أنا قلت من ضمن اليونت سيدي كلها هشتغل بتكام يونت نعم هم الأتموسفير أتموسفير وباسكال والباسكال يبقى أنا أي مسألة هتيجي عندي أي مسألة هتيجي عندي هحول لأتموسفير وباسكال يبقى أي مسألة لازم أحوله يئمة لأتموسفير لأم المين يئمة لباسكال طيب تعال نشوف الفوليوم تعال نشوف الفوليوم طيب إيه هو الحجم إيه هو الفوليوم الفوليوم بتاع الجاز إيه هو الحجم المتاح لحركة جزيئات الغاز يبقى إيه هو الفوليوم إيه هو الفوليوم هو الحجم المتاح اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز بمعنى إيه دلوقتي مش منتسين لو إحنا قاعدين في قوضة لو إحنا كده كلنا قاعدين في قوضة يبقى حجم الغاز هو حجم إيه القوضة حجم الغاز هو حجم القوضة أنا بقول لك إن الحجم حجم الغاز هو الحجم المتاح اللي يقدر تتحرك فيه جزيئات الغاز ده التعريف الجنرال للفوليوم التعريف العام للفوليوم إنما هو حجم القوضة دي هيبقى في كيز معينة هناخدها دلوقتي لو إحنا قاعدين في قوضة أنا وإنت واحد كمان واحد كمان الحجم اللي يقدر يتحرك فيه الغاز هو مين حجم القوضة نقس مين تقص الحجم بتاعنا هو ده الفوليوم بتاع الجهاز تمام؟ يبقى هو ده كده الفوليوم بتاع الجهاز إنما دلوقتي تخيل كده إن إحنا إيه؟ إن إحنا مثلا حاجات صغيرة جدا فإحنا حجمنا أو مثلا تخيل إن إحنا في صحرة أنا وإنت واحد كمان في صحرة يبقى حجم الجهاز هو مين؟ هو حجم الصحرة كلها ليه؟ لإن إحنا بالنسبة للصحرة ولا حاجة وصلت؟ مش وانسين تمام يبقى الحجم هو الحجم اللي يقدر الحجم الغاز هو الحجم اللي يقدر يتحرك فيه جزائيات الغاز طيب أنا عندي كام يونت للفوليوم؟ عندي كام يونت للفوليوم؟ تعال نشوف أهو الفوليوم ممكن يبقى بالميتر كيوب ممكن يبقى بالليتر ممكن يكون بالديسيميتر كيوب ممكن يكون بالسنتيميتر كيوب ممكن يكون بالمليليتر أنا عندي يونت كتير جدا للفوليوم طيب إزاي أحول من يونت ليونت تانية؟ بيقول أن الوان ميتر كيوب إيكوال تين توباور سري ليتر إيكوال تين توباور سري ديسيميتر كيوب إيكوال تين توباور سيكس سنتيميتر كيوب أقدر استنتج من هنا أن اللتر هو هو مين؟ مم؟ دي سي ميتر كيوب هو هو دي سي ميتر كيوب وخلي بالكم لأن ساعات الحتة دي بيجي عليها مسألة جاي عليها قبل كده مسألة في الامتحان أن اللترا هو هو دي سي ميتر كيوب وكنا مغيرين في اليونتس وهنتشوف حاجة زي كده واحنا شغالين يبقى أنا دلوقتي It is the volume available for motion of gas molecules طيب يبقى أنا دلوقتي 1 ميتر كيوب equal 10 to bar 3 liter equal 10 to bar 3 دي سي ميتر كيوب equal 10 to bar 6 سنتيميتر كيوب يبقى بشوانتسين لو أنا عايز أحول من ميتر كيوب لليتر هعمل إيه؟ هضرب ولا هقسم هم؟ هضرب هضرب يبقى طول ما أنا ماشي يمين بضرب الماشي العاقسي بأسم طب من لليتر لميتر كيوب هقسم تمام؟ هقسم على كم؟ على 10 to bar 3 طيب 1 liter equal 10 to bar 3 سنتيميتر كيوب يعني أنا عايز أحول من لليتر لسنتيميتر كيوب هضرب 10 to bar 3 من سنتيميتر كيوب لليتر هقسم على 10 to bar 3 طب من ميتر كيوب لسنتيميتر كيوب هعمل إيه؟ قولوا لي كده؟ هضرب في 10 to bar 6 هضرب في 10 to bar 6 خلاص؟ يبقى هضرب في كم؟ هضرب في 10 to bar 6 طيب أنا بقى من ضمن اليونتس دي كلها باشتغل بكام يونت؟ برضو مش هشتغل بتو يونتس بس إيه هما 2 يونتس بس؟ يا إما هشتغل بالليتر يا إما هشتغل بالميتر كيوب يبقى أنا في البريشر ما بشتغلش بـ 2 يونتس إيه هما 2 يونتس؟ يا إما باسكال يا إما أتموسفير ده في البريشر يا إما ليتر يا إما ميتر كيوب ده لو فين؟ هم؟ ردوا الفوليوم الفوليوم خلاص؟ يبقى احنا كده عرفنا البريشر اتكلمنا على البريشر اتكلمنا على الفوليوم طيب آخر فاكتور عندنا اللي ناقص أنهي فاكتور يا باشوانتسين؟ هم؟ temperature temperature تمام طيب temperature كل شغلي في التمبريتشر بشتغل بيونت واحدة بس اللي هي ديجري كيلفن طيب temperature بالدجري كيلفن إيقوال إيه؟ إيقوال التمبريتشر بالدجري سليزيس بلس 273 يبقى أي تمبريتشر بالسليزيس لازم أحاولها الكيلفن أحاولها الكيلفن إزاي؟ إن أنا أجمع عليها 273 خلاص؟ حد عنده مشكلة في كلام ده؟ مش فانسين؟ تمام يا دكتور تمام آآ دكتور طيب فين أدهم أحمد؟ أدهم أيوة أيوة دكتور أنا يا دكتور هو فيتني طيب أدهم أحمد السيد أيوة محرد طيب أدهم قول لي كده يبقى إيه يا فاكتورز اللي بتأثر على الجاز الفاكتورز اللي بتأثر على الجازز؟ آآ على ما فكره والفوليوم آآ والثالثة؟ التمبريتشر؟ التمبريتشر تمام تقدر تقول لي إيه هو البريشور يا أدهم؟ أو البريشور أو البريشور بتعالجاز جاي نتيجتي؟ حركة الموليكولز جوة الكوليجين بينها وبين السيربس تمام الكوليجين بين الموليكولز و السيربس بتاع الكنتينر طيب تقدر تقول لي أنا عندي كم يونت للبريشور يا أدهم؟ آآ لا مش فاكر الصراحة ليه؟ مش فاكر بالضبط الصراحة طيب أنا عندي ستة يونت صح؟ أتموسفير إقوال من؟ 1.01 بار أو المليمتر مركري الأتموسفير هو هو البر إقوال 1.01 بار الباسكال إقوال نوطنبرميتر سكوير صح؟ والتورشال إقوال من المليمتر مركري طب فاكر فاكر في البريشور أنا هاشتغل بكل اليونت دي في المسائل ولا هاشتغل بكام يونت؟ لأ كان في اتنين بس إيه هما؟ الباسكال بالضبط والتانية؟ التانية. مليمتر ميركري تقريبا. لا. الاتموسفير. تمام. خلاص. مش هندسين نركز لأننا عايزك تخلص المحاضرة. تقعد تذكرها مع نفسك مرة بعد ما خلص وخلاص. أنا بعيد مرة واثنين وثلاثة. يبقى أدهم. يبقى البرشير. بيشتغل بكام يونت. هنشتغل باثنين بس الاتموسفير والتسكيل. تمام. شكرا. طب ايات الله محمد. ايات الله. طيب باشو هندسة احنا قلنا ايه هو الفوليوم بتاع الجاز. ده الفوليوم افليبل للموشن بتاع الجاز. تمام. في الكنتينر. طيب. انا بشتغل بكام يونت في الفوليوم. بشتغل باثنين الميتر كيوب والليتر. تمام. يبقى انا بشتغل يا اما في البسكاء في البريشير باسكال واتموسفير في الفوليوم الليتر وميتر كيوب. طب اه دلوقتي برضو نفس الكلام يا باشو هندسة انا دلوقتي في التمبريتشر بشتغل بكام يونت. بشتغل بالكالفين. الكالفين. ازاي يحاول من كالفين من ساليزيس لكالفين. بعمل ساليزيس بلوس 273. الزبط زي الفول. حد عنده مشكلة لحد دلوقتي يا باشو هانسين. لا تماما. تماما. زي الفول. طيب. تفضل. ممكن استحولات بتاعت الوحدات في البريشير الثاني. هكتبها تاني قبل ما اجي حل المسائل. طيبا. شكرا. اهي باشو هندسة اللي عايزة. شايفها ظهرت قدامك. شكرا. شكرا. ممكن تلقى قبلها يا دكتور. دي. اللي هي من الباسكال للنيوتن او هي دي سنة. تمام شكرا. شكرا. طيب. مش هانسين. دلوقتي انا الجاز. عندي منه نوعين. عندي منه نوعين. في عندي اي دي الجاز وفي عندي ري الجاز. في عندي اي دي الجاز وفي عندي مين ري الجاز. الفرق ما بينهم هنعرف الفرق ما بين الاي دي الجاز والري الجاز لما ناخد الري الجاز ان شاء الله. يبقى احنا دلوقتي الفرق ما بينهم مش هنعرفه دلوقتي هنعرفه امتى لما ناخد الريالجاز المرة الجاية ان شاء الله طيب تعالى نمسك الايديالجاز طبعا انتو كلكم عارفين قانون الايديالجاز حد يقدر يقوله فاكرينه بي في ايكوال ايه النقر تي صح مش وانسين طيب تمام طب انت فاهم اللي قبل كده انا فاهم اللي قبل كده لسا 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 لان كده كده هشرحها تمام يبقى بشوانسين دلوقتي بالنسبة لي ايه قانون الايديالجاز بي في ايكوال ان ارتي طب عايزين نعمل بروف للكلام ده عايزين نثبته طيب عشان اثبت القانون ده هثبته من ثلاث قوانين بويل زلو تاني شارل زلو التالت افو جادرو زلو ايه بقى الكلام ده طيب بويل زلو جاب علاقة ما بين البرشر والفوليوم جاب علاقة ما بين البرشر والفوليوم بشوانسين دلوقتي لو انا عندي بسطن بالمنظر ده اهو عندي بسطن بالمنظر ده ادي مجبس حد يقدر يقولي كل ما زود الضغط على المجبس ده الفوليوم بتاع الجهاز ده هيحصل له ايه هيقل هيقل بالزبط يبقى كل ما البرشر زاد كل ما الفوليوم قال يبقى ايه العلاقة ما بينهم انفرسلي انفرسلي طير علاقة عكسية صح يبقى الفوليوم بويل زلو قال لك ايه قال لك ان الفوليوم is inversely proportional مع البرشر طيب انا ماينفحش اجيب علاقة ما بين حاجتين غير لما ثبت الحاجات الباقية بمعنى الفوليوم is inversely proportional مع البرشر هو انا كان عندي كام فاكتور بيقصروا على الجهاز ثلاثة ردوا ثلاثة ثلاثة ايه هم ايه التالت اللي ناقص يبقى لازم اقول له كده add constant temperature وصلت يبقى بويل زهو جيه رسم لي علاقة ما بين البرشر والفوليوم والفوليوم خلاص العلاقة طلعت inversely علاقة عكسية طيب تعالى نشوف اللي بعده اللي هو مين؟ اللي هو تشارلز لو تشارلز لو قال لك ايه؟ قال لك ان الفوليوم اه طيب تعالى نشوف ايه علاقة الفوليوم بتاع الجهاز بدرجة الحرارة؟ حد يقدر يقول لي؟ بيزيدوا مع بعض؟ بالزبط كل ما درجة الحرارة بتزيد مش الاتراكشن فورس بتقل هو اصلا الجهاز الاتراكشن فورس ضعيفة جدا بس تخيل بقى ان انت زودت درجة الحرارة كمان طالما الاتراكشن فورس بتقل مش الموليكلز بتبعد عن بعضها اكتر؟ تمام صح؟ يبقى كل ما درجة الحرارة زادت الفوليوم هيزيد بس ده كونستانت مين؟ تشارل 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 فاحنا لو جينا رسمنا علاقة ما بين التمبريتشر والفوليوم هلاقي ان العلاقة عندي ديريكتل طيب أفو جادرو قالني ان الفوليوم is inversely proportional مع الان طب ايه هي الان دي؟ الان دي اللي هي number of مولز number of مين؟ مول number of مولز طيب دي المفروض المفروض at constant مين؟ مم؟ 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 at constant pressure and temperature طب واحد هيقول لي ازاي؟ تخيل كده ان انت بتنفخ بلونة بتنفخ بلونة وانت واقف هي البلونة تحت ضغط ثابت اللي هو الضغط الجوي طب تخيل بقى ودرجة حرارة ثابت اللي هي درجة حرارة اللي انت واقف فيها تخيل ان انت عملت انفخ بلونة وعملت دخل مول من الجاز عملت دخل مولات من الجاز مولات 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 يعني عملت دخل جزئات غاز جزئات غاز جزئات غاز جزئات غاز جزئات غاز البلونة بيحصل لها ايه؟ حجمها بيحصل له ايه؟ بالمر 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 يبقى الـ volume is direct proportional مع الان طيب from 1 و 2 3 ايني دكتور؟ from from 1 2 3 بيحصل ايني الـ volume is direct proportional مع الـ pressure direct proportional مع الـ t و direct proportional مع الـ n يبقى الـB في الـ v is direct proportional مع الـ n والـ t ولا لا؟ وهو هنا ال-V على علاقة عقسا مع ال-V وعلى علاقة طردية مع ال-T وعلى علاقة طردية مع ال-N صح? يبقى-V ده كده constant في الكل ثابت في الكل يبقى-V is inversely مع ال-V direct مع ال-T direct مع ال-N عملت cross multiplication يبقى-V equal أو direct مع ال-N في ال-T انتوا حطوا في الماس علشان أشيل علامة التناسب بقى-حط إيه بقى-حط constant constant تمام احط إيه constant constant n في ال-T ايه هو ال-conistant ده ال-conistant ده اللي هو ال-N RT عرفتوا القانون ده جنين تمام يا دكتور البشواندس اللي كان بيقولي انا ما شفتش القانون ده قبل كده مين ايه دكتور ايه ايه يوسف يوسف ولي يوسف اشرحوا لي بقى كده يوسف القانون ده طبعا انت فهمت تمام احنا استخدمي ايه ايه ما بفهم ال-Ideal gas لو ايه 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 الزبط ده 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 اللوب بتاعة وتده يزود في التمبريتشر في الان بيزيد من ان الفوليوم اسمي ده مع التمبريتشر واخر حاجة اه بتاعت اثبت والتمبريتشر وبتاعة ده منهم النمبر بيبقى مع الفوليوم تمام تمام فعشان نشيل العلمة البروبرشناليتي حطينا مضروف ال-N-T ده هو ال-R فبقى تمام 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 وصلت دكتور ريناندي سؤال تفضلي هو ال-Moles لسه هقول دي الوقت تمام اوكي طيب بشوانسين احنا كده اتكلمنا في القانون ده على التمبريتشر اتكلمنا على الفوليوم اتكلمنا على التمبريتشر فاضل ان انا هتكلم على مين اللي انا ما اتكلمتش عليه في القانون ال-N وال-R صح دول اللي انا ما اتكلمتش عليهم في القانون اللي هو مين ال-N وال-R في مشكلة في كلام ده تمام تمام يبقى دول كده اللي انا ما اتكلمتش عليهم في القانون طيب ركز معي يبقى انت عندك دلوقتي ايه BV equal مين BV equal ال-NRT يبقى دول كده اللي انا ما اتكلمتش عليهم في القانون لحد دلوقتي تعالوا نتكلم أول حاجة على ال N ال N ده اللي هو مين عدد المولات ال N ده equal A ال number of moles ده بحسبه ازاي يا إما ويت over المolecular ويت أهو يعني إما ويت over المolecular ويت تمام طيب باش مانتسين معايا اه معك طيب يبقى number of moles equal A مش مانتسين equal weight over المolecular weight تمام او number of moles equal mass over المولر mass تمام اللي هو M على M احنا في الكامستري بنعتبر ان الويت هو هو الماس والمolecular weight هو هو مين هو هو مين المولر mass خلاص يبقى احنا في الكامستري بنعتبر ان ال mass هو هو الويت و المولر mass هو هو المolecular weight طبعا ياسين نعرف الاول ايه هو المolecular weight ده المolecular weight هو عبارة عن the submission of atomic weight of all atoms present in it is the submission of atomic weight of all atoms present in molecules يعني ايه دلوقتي لو انا عايز احسب مثلا المolecular weight بتاعت المية هتسوي كم انا باجي اقولك في المسألة ان الاتomic weight بتاعت الهايدروجين بواحد والاتomic weight بتاعت الاكسوجين بسكستين يبقى المolecular weight بكام انا عندي كام هيدروجين ارد اتنين يبقى اتنين في واحد بلس عندي كام اكسوجين واحدة واحدة يبقى دي واحد الاكسوجين بكام ستاشر يبقى ستاشر يبقى دي هتسوي تمنتاشر طيب لو عايزين نحسب سليه مثلا المolecular weight بتاعت بتاعت النا سي انا باجي في المسألة اقول لك ان السوديوم بتلاتة وعشرين الكولورايد بخمسة وتلاتين ونص طيب تعال نشوف يبقى حسابها ازاي انا عندي كام سوديوم واحد واحدة واحدة يبقى واحد في كام ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين عندي كام كلور واحد واحد يبقى واحد في كام خمسة وتلوص يبقى ده هتطلع تمانية وخمسين ونص طيب تعال نشوف حاجة تاني لو انا عايز احسب مثلا المolecular weight بتاعت ال ال NA2CO3 دي هتساوي كام انا عندي كام سوديوم اثنين اثنين يبقى اثنين في كام في الثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين كاربون واحد واحد يبقى واحد في اتناشر كام اكسوجين ثلاثة يبقى ثلاثة في ستاشر يبقى دي كده هتساوي مية وستة طب ايه اليونت بتاعت المolecular weight حاجة اسمها الاتomic mass unit AMU اسمها atomic mass unit طبعا يبقى احنا دلوقتي اهو نرجع تاني ال number of mole هو weight على molecular weight او mass على molar mass ايه هو الweight وايه هو المass ده الوزن اللي عندي عشر جرام عشرين جرام تلاتين جرام هو ده الweight وهو ده المass طب ايه هو المolecular weight وايه هو المولر mass المolecular weight اللي هو مين اللي احنا اتعلمنا ازاي نحسيبه دلوقتي خلاص يبقى المolecular weight ده اللي هو احنا اتعلمنا ازاي بنحسيبه دلوقتي معلش يونت بتاعته ايدي اتوميك ماس يونت اتفضلي يا رشوان دس اتعلمنا ازاي في الروض اللي فوق اللي هو بتاع ال n number of moles احنا ازاي خليني الويت يبقى الويت يبقى ماس يعني بنعملو طايم حاجة ولا هو كده لا لا انتي في الفيزيكس بتضربي في الجرافتي تمام احنا في الكامستري بنعتبر ان الويت هو هو الماس اه مش خلاص طيب طيب عرفته ازاي بنحسب الموليك لرويت اه تمام يعني كده الموليك لرويت هو نفسه المولر ماس بالزبط بالزبط هقول لك دلوقتي ايه هو المولر ماس المولر ماس it is equal الموليك لرويت ده بيساوي الموليك لرويت اكسبريست ان جرام يعني ايه يعني انا لو عايز المولر ماس بتاعت الووتر هيساوي كم 18 بس 18 جرام طب لو انا عايز المولر ماس بتاعة الاني هيساوي كم رده بقى تمام افنسي ونوصي جرام بالزبط لو انا عايز المولر ماس بتاعت السوديوم كربونيت 106 جرام بالزبط طيب تعالوا ناخد اكسبل لكلام ده دكتور دكتور عندي سؤالي هو في هو المولز او انا بحسب مش هتفرق لو انا بحسب لجاز او صولد يعني مثلا او صولد اه احنا هنا مش بتختلف لا لا احنا هنا كل شغلنا على الجاز خلاص دكتور معاشو ممكن جوز بتاع المولر ويتو المولر ماس تاني تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه فشو онس اللي انته مش فاهمه امت بخفضه املة تفضل انا انا كل شغلي هيبقى ماسها على مولر ماس كل شغلي هيبقى بالماس على المولر ماس يعني لو جيت قلت لك مثلا إيه calculate the number of moles in 10 جرام water خلاص calculate the number of moles زئنا 10 جرام موتر أحسابها إزاي number of moles قلنا إيه هو ماس على المولر ماس صح يبقى number of moles كام الماس عشرة المولر ماس بتاعت الووتر كام تمام يبقى ده كده هيساوي الرقم ده مول تمام وصلت تمام البشوانتس اللي مكادش فاهمة يعني ايه number of moles وصلت أو تمام يا دكتور تمام طيب يبقى احنا كده بشوانتسين قانون البي بي بي اكوال ن احنا اتكلمنا على البريشر اتكلمنا على الفوليوم اتكلمنا على التمبريتشر اتكلمنا على number of moles فاضل ان انا اتكلم على مين على الر صح طيب ايه هو الر الر هو اليونيفرسل جاز كونستانت اللي هو السابق العام للغازات طيب الار ايكوال ايه بشوانتسين الار ايكوال ايه بي في على انتي صح طيب يبقى الار ايكوال هنا مين بي في على الانتي طيب الار او اليونيفرسل جاز كونستانت اسكالكيوليتد ات اسcartي بي يبقى اليونيفرسل جازensitive ده حسبنا عند مين عند الاس تي بي ايه الاست Maggie هي Eli standard temperature and pressure طيب ايه ال�weis standard temperature and pressure حد يقدر يقوللي يعني ايه standard يعني standard. يعني standard. يعني value set. صح? عند ال-STP pressure by one atmosphere. والtemperature by zero degrees Celsius. اللي هو two seven three degree Kelvin. ركزوا بقى في الجملة اللي جاية دي قوي. if number of mole equal one volume equal twenty two point four liter. حد يقدر يقول لي معناها ايه كلمة F اللي انا كتبتها دي? بالضبط لو number of mole one يبقى volume twenty two point four liter. يعني مش شرط ان الكلام ده يبقى ثابت. يعني مثلا في ال-STP لو number of mole by two يبقى الفوليوم كام? حدرب دفتر. 44.8 liter. يبقى محدش يقول لي في ال-STP number of mole by one. مش شرط في ال-STP number of mole يبقى one. لو number of mole by one يبقى volume twenty two point four liter. طب لو number of mole by two يبقى volume forty four point eight liter. طب لو number of mole by three يبقى مش عارف seven six point five liter. وصلت. انما مين اللي سابتين? هو ومين? والتنبرتشور. ان البرتشور بوان اتموسفير والتنبرتشور بكام? ردوا. بـ two hundred seventy three. زي الفول. خلاص? طيب. دكتور ينفع نطلع تاني بس كنت بكتب حاجة من فوق. اوكي. طيب. حد كده يقدر يحسب لي ال-or؟ مين يحسب لي ال-or؟ فين؟ فين دنيا سامح؟ دنيا سامح؟ دنيا سامح؟ دنيا سامح؟ ايه دكتور. طيب يلا يا دنيا. احسب لي ال-or كده يا دنيا. ال-or هتساوي ايه؟ هم؟ قولي. انا بصراحة مش عارف. ليه؟ مش عارفة مش عارفة حسب ال-or. مش عارفة تحسبي ايه بالزبط؟ يعني مش اول ما بحاولة جمع كده. طيب ليه طيب ما بتسأليش ليه؟ ما بحاولة جمع على نفسي الاول. تمام. طب ركزي يا دنيا لان انا لو سألتك تاني وما جاوبتيش هيبقى فيه كلام تاني. خلاص؟ اه ماشي يا دكتور ماشي. تمام. فين ديفيد امجد؟ ايه يا دكتور. ديفيد. ايه. هقولي كده ديفيد. ال-or equal كام؟ ال-pressure اللي هيب 1. بزبط. ال-v هاخدها اللي هيب 22.4. ال-pressure اللي هوب 1 اتموسفير. ال-volume. ال-volume هيبقى 22.4. ده على طول يا ديفيد؟ لا في حالة ان المول ال-n ب1. بالزبط في حالة ان انا هحط تحت 1 مول. تمام. دكتور انا عرفت منين ان هو 1 مول. لا ما هو انا حطيت 1 مول تحت. هحط 22.4. بالزبط. بالزبط لو حطيت 2 احط 44.8 and so on. وحط المول ب1 وال-temperature هتبقى ب23. بالزبط. فكده الرقم ده هيطلع ب-O.O.8 اتموسفير في لتر على المول في الكيلفن. خلاص؟ طيب. اتموسفير في لتر على المول في مين؟ في الكيلفن. طيب. انا عايز حد تاني يحسب لي value تانية لل-R. مين يحسبها؟ اي دكتور. مين؟ ميحيطة. يلا يا ميحي حالي. احسبيها. اوكي. واحنا قلنا يا ميحي. اول حاجة احنا قلنا. ممكن اشتغل في البريشور بكام يونت؟ باتنين. ايه هما؟ الباسكال او اللي هي ال-ATM دي. اللي هي اتموسفير. طيب حاوليه لي كدا وان اتموسفير للباسكال. Divided 1 0 1 3 2 5 لا Multiploy Multiploy sorry تمام يبقى أنا هضرب في كام هضرب 1 0 1 3 2 5 بسكال طيب طيب قلت ال volume باشتغل بكام unit اتنين بارد ايه هم Liters او meter cubed يبقى حول الليتر لميتر كيوب هتبقى كام 22.4 من الليتر لميتر كيوب يبقى اضرب في 10 بار كام negative 3 meter cube او اقسم على 10 بار 3 هيا هيا وهنا 1 mole وهنا 273 degree Kelvin فدي كده هتطلع بكام هتطلع ب8.314 بسكال في meter cube على المول في الكيلفن خلاص يبقى بسكال في meter cube على المول في الكيلفن طيب البسكال ده اللي هو newton per meter square في الميتر كيوب على المول في الكيلفن فالميتر سكوير هيروح مع الميتر كيوب هيفضل newton في المتر على المول في الكيلفن النيوتن في المتر ده اللي هو جول على المول في الكيلفن طيب يبقى انا دلوقتي ال r ال r عندي two value يا اما o.o.2 يا اما 8.314 امت o.o.2 لما كنا مستخدمين ال pressure بالاتموسفير وال volume للتر امت استخدمنا ال 8.314 لما كانت ال pressure بالباسكال وال volume بالميتر كيوب يبقى انا دلوقتي استنتج من هنا ايه ان يا باش واندسين لو ال pressure بالاتموسفير غصبا عني لازم اخلي ال volume باللتر غصبا عني لازم استخدم r o.o.2 لو ال pressure بالباسكال يبقى غصبا عني لازم اخلي ال volume ميتر كيوب يبقى غصبا عني لازم استخدم ال r 8.314 يبقى انا ماينفعش افصل ده عنده يبقى لو pressure بالاتموسفير يبقى غصبا عني لازم يكون volume باللتر غصبا عني لازم يكون o.o.2 لو كانت pressure بالباسكال يبقى غصبا عني volume لازم يكون بالميتر كيوب يبقى غصبا عني ال r لازم تكون 8.314 ماينفعش اجمع ما بين ده وده فهم فهمنا دكتور ماليس اول r يبقى ثابت ال r constant دكتور ممكن نطلع نطلع ثانية تمام طب انتو فاهمين ولا لا اه تمام طيب تعالوا بقى نراجح كده علي احنا قلناه تاني دكتور سؤال r لو سمحت اتفضل هو عند الوقتي r constant ولا عشان هايك قلت لو هي one mole بتبقى الرقامين دول انما لو هي مش one mole بتتغير بتبقى اكتر من كي لا r احنا بنعتبرها constant في كل المسائل خلاص يعني r بتعتمد في الاخر على طبيعة اليونتس نفسها لو انت مستخدم الpressure عندك بالاتموسفير والفوليوم بالليتر يبقى تحط r o 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 في الآخر اعتمادها على اليونة سلينتا مستخدمة لو انت حطت الر بـ 8.0 لو انت حطت الـ pressure بالباسكال والـ volume بالميتر كيوب فالـ R تحطها بـ 8.314 تمام وهو رقم ده لكل الجازز صح؟ بالزبط بالزبط هو رقم الـ V مع بعض ده برضو محفوظ ثابت يعني نعم ده عند الـ V 22.4 ده رقم ثابت ده عند الـ STP يبقى عند الـ STP لو الـ pressure ما هو انا بقول STP standard temperature and pressure يبقى مين اللي standard عندي؟ temperature والpressure بس يبقى هم دول الـ value اللي ثابتة بس ان الpressure بـ 1 والtemperature بـ 273 خلاص انما هو النمبر في مول بـ 1 يبقى الـ volume 22.4 الكلام ده مش في كل الحالات الكلام ده في حالة مين؟ في حالة الـ STP بس اللي انا حسبت عندها الـ R يبقى اول مناء كلمة STP في المسألة ما سيبهاش STP دي على طول كده روح كاتب جنبها ان دي معناها ان الـ pressure بـ 1 temperature بـ 273 degree كالفن لو النمبر في مول بـ 1 يبقى الـ volume 22.4 لتر وصلت؟ تمام تمام اوكي تمام فين فريدة؟ فريدة وليد ايه يا دكتور فريدة ايه يا الفاكتورز اللي بتأثر على الجاز؟ pressure وvolume وتعمل temperature طيب ايه هو الـ pressure؟ ام لما بـ الموليكيوز بتاعت الجاز بتعمل collision مع الـ walls بتاعت الـ container طيب انا بشتغل بكام unit في الـ pressure يا فريدة؟ ام اتنين اتنين ايه هما؟ ام الـ atmosphere و Pascal زي الفولة فريدة فين حسن مهاب؟ حسن مهاب؟ حسن بالنسبة للـ volume ايه هو تعريف الـ volume؟ ده الـ volume available for motion of gas molecules؟ تمام خيب اه بشتغل بكام unit في الـ volume في الـ volume يا حسن؟ نعم نشتغل باتنين اللتر والمتر كيوب زي الفولة الـ temperature بشتغل فيها بكام unit يا حسن؟ نشتغل بـ Kelvin بس Kelvin نجيبه بـ Celsius plus 273 زي الفولة فين جنة؟ جنة صبر ايه؟ انا عندي كم نوع من الجاسس؟ اتنين ايه وايه؟ الـ ideal والريل طيب ايه قانون الـ ideal الجاسس يا جنة؟ الـ PV equals NRT طيب تقدر يتثبتيلي القانون ده يا جنة؟ القانون ده جي من كم قانون تانين؟ اه ثلاثة بويلز وشارلز و أفوغادروز زي الفولة بويلز كان قال ايه؟ قال اعلقة الـ pressure بالـ volume بالـ 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 بالضبط اعتقال اصطنت ايه؟ طيب وقليلي بقى تشارلس قال ايه لما التمبرتشر بتزيد الوليوم بيزيد وبنثبت البراشر تمام وقفو جادروس قال ايه الوليوم inversely proportion للنمبر او مولز او ديريكتلي لو انا بنفق باللونة كل ما دخل مولات من الغاز يعني كل ما دخل شوية جاز المولات ده عدد عدد الغاز اللي مدخله كل ما دخل عدد غاز اكتر كل ما الحجم هيحصل له ايه بيزيد بيزيد او يبقى الوليوم is directly proportional مش inversely او طيب تمام طيب استنتجنا في الاخر ان القانون bv equal nr t ماشي شكرا يا جنة طيب فين اه فين فادي نبيل فادي يبقى الان بنحسبها ازاي فادي اه ممكن ماس على المولر ماس او والويت على منولك لارورة والويت بالزبط عشان ما اندرحبطش نفسنا دايما نقول ماس على مولر ماس خلاص عشان ما ننسي واندرحبطش نفسنا دايما نقول ماس على مولر ماس طب ايه هو الماس يا فادي الماس اللي هو الوزن اللي بيدوني في الماس قالها عشرة جرام عشين جرام ثلاثين جرام صح طب المولر ماس بحسبه ازاي فادي اه هو بيبقى الموليكولر ويت ممكن نحسبه من القانون نفسه اللي هو ان يكوى الماس على المولر ماس اللي احنا نعمل الماس على النمبر فمول لأ يعني مثلا عايزة احسب المولر ماس بتاع الان ايه توسي اصري بحسبه ازاي اه اه بادرق في الموليكولر ويت بتاعه احسبها اهو كان بالزبط تمام طيب اه شكرا فين كريم يحيا ايه ايه كريم احنا عندنا كم value للار اتنين طب احنا اصلا عشان نحسب الار حسبناها عند ايه عند حاجة سابدة اسمها ايه استي بي يعني البرجر واحدة مصفير جدع والتبريتشر والتبريتشر اللي هو اه متين ترسل ايه زي الفل بس بس كده يا فادي اه بس كده يا كريم وانا لو عندي ايه لو انا عشتغل ان بواحد يبقى يا ده سابعين سابعين كريم قال ايه اكتر كوملة عجبتني قال لو ان بواحد يبقى الفوليوم توينتي تو بوينت فور ده معناه ايه كريم كلمة لو دي ما ممكن مكونش بواحد وكل ما غيره اغاية مع الحجم زي الفل شكرا طب فين لينا ابراهيم لينا ايه يا دكتور لينا انا عندي كم فاليو للار اتنين اتنين ايه هم اه اه ايه 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 ام تستخدم يا لينا انا ما كن باشتغل اه بالاتموسفيار وليتر طيب وامت اشتغل بالاية بوينت 3 ون فور خن ما كن باشتغل precisely 될 والا Vol被 طب لينا هل ينفع شتغل اتموسفير وميتر كائوب مع بعض الا ما ينفعش زي الفوليين يبقى ملخص الكلام الي احنا قلنا باشوانسين ان انا عندي والت والت ايه ليتر وميتر كيوب. التمبريتشر بالدجري كيلفن. آآ النمبر في مول بحسبه بالماس على المولار ماس. آآ قانون الايدي الجاس بي في اقوال ان ارتي. بجيبته ازاي? جيبته من ثلاث قوانين شارلز وابايلز وافجدرو. وبعد كده قلنا ازاي بحسب الار عند الاس تي بي. عند الار تو فاليو او بوينت او 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 لو البراشر اتموسفيلي والفوليوم ليتر ات بوينت سري وام فور لو البراشر باسكال والفوليوم ميتر كيوب. حد مش فهم اي كلمة في كلام اللي انا قلته ده? آآ دكتور حراكة قلت فين معين من الجاس اسكنو اي تاني معنش? ايدي الجاس وريال جاس. انا خدت القانون بتاع الايدي الباس صح? آآ. تمام. آآ سؤال تاني انا مطلوب مني احفظ التلات قوانين بتاع القانون? لان انا ممكن في الام سي كيو انا ممكن في الام سي كيو اقول لك مسلا لو البراشر احصله ايه? او سوري لو البراشر زاد الفوليوم ما يحصله ايه? فلازم تبقى اعرف. ايه بس مش مش احفظ اسامي الا. لا يعني اعرفهم. او انت كده فهمه? طيب اه مين اللي بيسأل المولر ماس بتحسب ازاي? مين اللي بيسأل? اه انا. اسمك ايه? مصطفى. مصطفى. الاتش تو او يا مصطفى شايفها? او. طيب انت عندك كم هيدروجين يا مصطفى? اتنين. الهيدروجين بي كم انا بدهولك? الاتومي كويت بتاعه? واحد. يبقى اتنين في واحد زاد. عندك كم الاكسوجين? عندي واحد. واحد. الاكسوجين بكم? ستاشر. يبقى اتنين زاد ستاشر تمنتاشر. طيب تعالى على ان ايه توسي اوسترية يا مصطفى? عندك كم سوديوم? اتنين. اتنين. عندك كم كاربون? عندي واحد. يبقى السوديوم بتاتة وعشرين. يبقى اتنين في تلاتة وعشرين. والكاربون با اتناشر يبقى زاد واحد في اتناشر. زاد. كم? تلاتة في ستاشر. تلاتة في الاكسوجين لما ستاشر. ازا. وصلت? تمام. تمام. اه او. حد عنده مشكلة في كلامنا? انا ببقى مندهلك. تمام. حد عنده اي مشكلة في الكلام اللي قلناه ده. احسن الموضوع سحل وبسيط جدا. تمام. بشوانسين تماما دكتور تماما دكتور تماما طيب هناخد تو يون تو نوتس صغيرين وبعد كده نبتدي تحل نوتس ثانية واحدة بشوانسين خليكم معي ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا بشوانسين نكمل شكرا بشوانسين معي وسمعيني انا دكتور تماما طريقة الكتابة دي تمام معك ولا فيها مشكلة لا كويسة نوتس تماما تماما طيب النوتس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر تماما طيب عندنا تو نوتس صغيرين هنبتدي ناخدهم دلوقتي ايه هما تو نوتس دول تعال نبتدي في اول واحدة بيقول لك ايه بيقول لك ان اني مول اني مول اني مول اف اني صابستانس صابستانس كنتين افوغادروز ممبر اف مولاكيول افوغادروز اني مولاكيول بيقول لكم إيه؟ إن أي مول أو في أي سابستانس كونتين أفو جادروز نمبر من الموليكولز يعني إيه؟ ركز معي زي ما قلنا المرة اللي فاتت في التوتوريال بتاع مبارح طبعا أنا هعيد الكلام ده تاني عشان الناس اللي ماخدوش كلام ده مبارح ده بالنسبة للمول الكبير ده هو المول طيب المول ده جوه إيه؟ دي أتمز يا موليكولز بالضبط المول ده جوه إيه؟ أتمز أو موليكولز على حسب النوع يبقى دي مثلا موليكولز طيب أي مول من أي مادة فيه كام موليكولز فيه عدد أفو جادرو فيه عدد أفو جادرو اللي هو كام 6.223 10 to power 23 خلاص معي بشونتين يبقى أي مول من أي مادة جوه عدد أفو جادرو من الموليكولز طيب لو جبت مول تاني لو جبت مول تاني هيبقى فيه جوه كام موليكولز 6.023 يبقى أنا عندي كام موليكولز يبقى أنا عندي 3 في أفو جادرو يبقى نادي الوقت حتى نحسب club called number of molecules هو المال في أفو غادروس crianças يبقى هو المال في افو غادروسله يبقى يؤدي فرق ما بين المال والمال والمال المال عبارة عن ايه؟ ردوا لا، المال Well is죠 أفو غادروسة hill ايه، المول بهون من اللي قال ان المول 1 حسب عدد عندي كان مول بالزبط طيب يبقى النمبر وف مول فيه فرق ما بين النمبر وف مول والنمبر وف مول النمبر وف مول هو ماس على مولر ماس لو خدت النمبر وف مول اللي أنا جدته وضربته في عدد المول فأفو جادروز نمبر هيديني عدد مين عدد المول تمام يبقى عرفنا ايه الفرق ما بين المول والمول يبقى المول هو الحاجة الكبيرة اللي جواها مين اللي جواها مول مول خلاص. نعم دكتور ممكن تعيدي حتة دي تانية عشان انت عندي قطة. تمام. بص يا باشوان داسا. هو بيقول لي ايه? ان اي مول من اي مادة فيه افو جادروز نمبر من الموليكولز. يعني ايه? يعني انت لو عندك واحد مول من السي او تو. واحد مول من السي او تو. جواه كم جزيء سي او تو? جواه كم جزيء? جواه عدد افو جادرو اللي هو سيكس بوينت او تو سري فتان توبار توينت سري. يبقى بالنسبة لي المول هو الحاجة الكبيرة دي. ده المول. اللي هو الكبير. طب المول ده. ايه الفرق ما بين المول والموليكيول? المول هو الحاجة الكبيرة. طب الموليكيول? الموليكيول هو اللي جوا المول. اللي هو الحاجات الصغيرة. يبقى اي مول جوا سيكس بوينت او تو سري فتان توبار توينت سري. يعني لو انا عندي مول من السي او تو. دي معناها ايه? ان انا جوا المول ده في سيكس بوينت او تو سري فتان توبار تونتسري موليكيول من السي او تو. طب لو انا عندي تو مول. يبقى انا عندي اتنين في عدد افو جادرو موليكيول. طب لو انا عندي عشرة مول. يبقى انا عندي عشرة في افو جادروز نمبر موليكيول. وصلت? اه تمام. دكتور هو معناها يعني او صالد? اه. تمام. طيب. طب دكتور هو معنا نعمل ايه بالنمبر اف موليكيولز اصلا? ممكن اجي في مسألة اقولك احسبي لي النمبر اف موليكيولز. فانت هتحسبي ايه? النمبر اف مولز. بعد ما هتحسبي النمبر اف مولز تضربيه في عدد افو جادرو تجيبي النمبر اف موليكيولز. اوكي? تمام. طيب. اخر نوت عندنا. مش انتو عندكو قانون بي في اكوال انا ارتي. صح? تمام. طيب. هو انا اقدر اشيل النمبر اف موليكيولز وحط مكانها مين? حطك انا نمبر اف موليكيولز على الافو جادروز نمبر. ماس على مولر ماس? لا اصيبك من نمبر اف موليكيولز اذا ما تستخدمش القانون ده خالص غالبا انا بقولك انا عايز نمبر اف موليكيولز. نعم. طيب. يبقى البي في شيل النمبر اف موليكيولز وحط ماس على مولر ماس في الار في التي. طيب. لو جيت اسمت المعادلة دي على فوليوم. جيت اسمت هنا على في. وجيت اسمت هنا على في. ايه اللي هيحصل هنا? الفي هتروح مع الفي. هيفضل المين? البي. طيب لو جيت زبطت دي. هتبقى ماس على فوليوم. ارتي على ام. طيب. الماس على الفوليوم ده. اقدر اشيله وحط مكانه مين? دانستي. 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 ماس على فوليوم. يبقى القانون بتاعي اكوال ان البي اكوال دي ارتي على ام. خلاص? يبقى البي اكوال مين يا بشوانسين? اك بي اكوال دي ارتي على ام. طيب. البي هتروح مع البي. فهيفضل بي. تمام. معي? طيب. انا عندي مين? ماس وفوليوم. اقدر اشيله الماس على الفوليوم وحط مكانها مين? الدي ستي. اه تمام. صح? يبقى ده القانون لو انا عندي او عايزة احسب دانستي. يبقى القانون بتاعي اكوال اي اكوال البي اكوال دي ارتي على ام. الكلام ده لو انا عايزة احسب دانستي. تمام شكرا دكتور. شكرا. وصلت يا بشوانسين? دكتور يعني انا قسمت على الفوليوم عشان خاطر اوجد علاقة ما بين الاكوال اللي عندنا وما بين الدانستي. الزبط. فاهمين كده ولا لأ? بشوانسين? تماما دكتور. تماما. تمام. طيب. تعالا كده نشوف مسألة نعوض فيها بالارقام دي. لو جينا هنا قلنا ايه? بشوانسين؟ احسب ما بين ايه كب اللي بشوانسين؟ اتل disso؟ دائم او؟ اتلين؟ تعالى نشوف ان تلتئر ايه؟ اتلتي اكوال ان تلتئر اتفالت يا دي لذيس. بيقول ات ود برشور وين اتو كيو باي تن ليتر ات وان برشور. طيب. تعالوا بقى كده نتفق على شوية حاجات في الشغل عندنا في الحل. زي ما تعلمنا مبارح ازاي نحل الصولد. نتعلم برضو ازاي نحلها. باشوانسين. هو عايز ياسب مين? رده كده. عايز ياسب مين? عايز ياسب البرشور. طيب. تمام. وين او بوين تو فايف مول. يعني انها عم برف مول بكام? وبوينت تو فايف. طيب. والاكيو باي التن ليتر. الفوليوم كام? تن ليتر. التن بريتشور بكام? بمية درجة سليزيس. طيب. بصوا بشانسين. طالما انا عندي فوليوم. طالما في عندي فوليوم يبقى من غير ما افكر. اكيد هستخدم انهي قانون. بي في اكوال ان ارتي. يبقى طالما انا عندي فوليوم. يبقى من غير ما افكر. هستخدم القانون بي في اكوال ان ارتي. وانا عايز البرشور وعنى نمبر اف مول. يبقى مجرد ما لقيت فوليوم يبقى انا اكيد هستخدم بي في اكوال ان ارتي. طيب. تعال انا عود. البرشور بكام? ده اللي انا عايزه. ده اللي انا عايزه. الفوليوم بكام? 10 لتر. هل ينفعش تغل بالليتر ولا ما ينفعش? ينفع. الان بكام? طيب. يبقى حط بقى الار باية? عشان بشغل بالليتر ولا. يعني صح ولا غلط؟ غلط. غلط. بزبط. لا. او بوينت او او اي تو. ليه او بوينت او اي تو? عشان انا استخدمت الفوليوم بالليتر. بالليتر. تمبريتشر بكام؟ يبقى 100 سليزية، صح؟ لا، لا، أزلح أولها الكالفين، أهو يبقى 370 يبقى أقدر أحسب البرسور ولا لأ؟ هيطلع بـ 0.765 اليونت بتاعتك هتطلع بايه البرسور؟ بسكال؟ أتموسفير أهو، شايفين؟ طالما البرسور بالأتموسفير؟ اهو يبقى انا رحت مستخدم مين الفوليوم بمين باللتر الار كب كام و بوينت و ات و دول ما ينفعش يتفرقوا عن بعض خلاص في مشكلة تمام تمام طيب فين دنيا سامح نعم المكتوبة في السطر العوضنة في دي سري هندرد سيفن سري مش انا بجمع عليها امتين تلاتة وسبعين اهو يبقى تلاتة وسبعين طيب دنيا دمعتي ولا لا اه طبعا تمام طب دنيا فكرة احنا قلنا بنشتغل بكم يونت في الفوليوم كام يونت في الفوليوم اهنين? ايه هم؟ ليتر والميتر كبك? كمام باشتعب بكام يونت في البرشور. شر اه واحدة? باب واحدة هدونية. ده انا قلت ميت مرة الكلام ده. مش مفوضة اللي هي الكلفن ولا? دي البراشر? سوري اتنين اتنين. اتنين ايه همه? اتموسفير اه والباسكال. والباسكال. بشتغل بكم يونت والفوليوم? في الااا في التمبريتشور? ادي ايه واحدة? ايه هي? الكلفن. عندي كم فاليو للار? اتنين. ايه همه? ااا الفوليوم مع نفسي يعني اا زيرو اا بوينت زيرو ايتي تو. ده دي الار صح? او. ام تستخدم الار بو بوينتو ايتي تو? لما يكون اليونت بتاعة البراشر ايه والفوليوم ايه? اتموسفير. والفوليوم? الليتر. طب وامت استخدم بايت بوينت سري وان فور? اما البراشر اللي بقى بباسكال. والفوليوم? بقى ميتر كيبك. طب ما انت كويسة او يا دنيا? مالك. ما انت كويسة او? ايه بقى الكتن مشكلة? اهيش كنت بجمع في الاول. طيب. ركزي. طب احلي بقى معي احلي بقى معي مسألة دي يا دونيا بالليونت ست تانية. احنا هنا اشتغلناها بالليتر. انا عايزك تشتغليها لي بالليونت غالي اللتر? يبقى نشتغلها بايه? ايه يعني اا متر كيوبك يعني اا. الزبط. الزبط. متر كيوب. يبقى تن عشان احول من اللتر الميتر كيوب يبقى هضرب تين تو باور نيجاتف سري كده ميتر كيوب. ماشي? ايه كل? او بوينت تو فايف. الار هستخدمها بكام يا اا يا دنيا? ايت بوينت اا تري وان فور. تمام. فيه? التمبريتشر هشتغل عليها بالكلفن ولا بالسليزيس? اللي? التمبريتشر هشتغل كيلفن ولا بالسليزيس? كيلفن. يبقى سري سيفن سري. يبقى اليونت بتاع تل بريشر هتطلع عندك ايه يا دنيا? باسكال. باسكال. تمام. حد عنده اي مشكلة باش مانسين في الكلام ده? حد عنده اي مشكلة? ايه. ايه. وانا بحدد انهي يونت اللي اشتغل بيه. براحتك خالص. بس اهم حاجة لتر مع اتموسفير مع او بوينت او اتو. باسكال مع ميتر كيوب مع او بوينت سري وان فور. خلاص. دكتور ميقار بفوق احفظها او لا تنجيبنا? لا الار بتحفظها. تمام. خلاص يا بشانسين? تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تایب. 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 اشتركوا في القناة شكرا شونتين سمعيني تماما هفتح بس فولدر جديد شايفين ايه دلوقتي مسألة واحدة تمام طيب بسرعة ملخص القوانين اللي احنا قلناها عشان يبقى احنا كده ايه ملخص قوانين بسرعة ايه قانون الايدي الجاز قولوا كده ناس كلها ترد نار 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 انا البرشر هاشتغل بكم منت اتنين 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 ايه? سبعمائة وستين مليمتر مركري. قلنا الان اتموسفير ايه? وان زير وان سري تو فايف بسكال. قلنا الان مليمتر مركري ايه? 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 على سبعمائة وستين بسكال. طيب. الفوليوم. قلنا هنشتعل بكم يونت? باتنان ليتر ومليمتر كيو. وميتر وميتر كيو. قلنا الان ميتر كيو. ايه? ايه كوال تن توبار سري ليتر ايه كوال تن توبار سري دي سي ميتر كيو. ايه كوال تن توبار سيكس rem啤. طيب. قلنا التمبريشر بنشتعل بكم يونت behind? واحدة. اللي هي مين? الدجري كالفن? التمبريشر بالدجري كالفن. ايه كوال مين التمبريشر بالديجري سلزيز بلاس Clinilles. طيب. مشونسين? النبر اف مول. بحسبه ازاي? مس على مولر مس. بصوا اول ما يجي في دماغك. انا عايزة احسب النمبر دماغك على طول تتقسم لناحيتين. النمبر مول دماغك تتقسم لناحيتين. لو انا عندي يبقى قانون بتاعي مس على مولر مس. طب لو انا عندي يبقى القانون بتاعي على خلص يبقى لو انا عايزة حسب النمبر اف مول لو انا عندي ماس يبقى ماس على مولر ماس لو انا عندي فوليوم يبقى القانون بتاعي بي في على ارتي. خلاص يبقى شو انسين? يبقى النمبر اف مول على حسب المسألة. طيب. طيب فاكرين ازاي حسب النمبر اف موليكلز? النمبر اف مولز تايمز افو جادروز نمبر افو جادروز نمبر ده كان بكام 6.023. طيب فاكرين بقى الار احنا حسبناها عند مين? عند الاستي بي. اتفقنا اول ما لاقي كلمة استي بي في المسألة اعمل ايه? عطب با THEY VOC 진حة هي مجرد تايمز اف notifications. وايه في النمبر اف مول با يبقى الليغة the volume 22.4 litre تمام القلنا الار عندنا لها كم في ليو? اتنين. ايه هم? بالضبط ام تستخدم الو باينتو لما يكون البرشر والفوليوم لتر لما يكون البرشر بالاتموسفير تمام ولما يكون الفوليوم بالليتر وام تستخدم اليد باينت سري ومفور لما يكون البرشر بمين بالبسكال والفوليوم بالميتر كيوب تمام بشوانتسين اللي عارف الكلام ده يبقى هو كده فهم المخاضرة بنسبة 100% دكتور رمج سؤال لو سمعت فضل هو دلوقتي طب لو دلوقتي هي مش يعني الجاز مش في STP الpressure مش ب1 أتموسفير وكده كمش هنستخدم الR اللي احنا قلعناها دي لا هستخدم الR دي ليها علاقة بالليونتس بص الR دي ليها موضوع كبير بس انا عايزك كل اللي انت تعمله ان الpressure اتموسفير زي المسألة اللي فاتت موقعة الفوليوم بعشرة لتر صح استخدمت الR بكام بO.O2 خلاص فانا مش عايزك تدخل نفسك في قصة الR دي لان دي موضوعها كبير لان دي لها يونتس كتير جدا فكل اللي انا عايزك تعرفه ان الpressure الاتموسفيري الفوليوم لتري بقى الR.O.O2 على حسب اليونت ملكش دعوة بالvalue تمام انما احنا حسبناها منين من الاصل حسبناها منين من الاصل من الSTP تمام بس هابت صورة في اي وقت حتى لو هي مش في STP حتى لو الجهز مش في STP من وضعت ش Columbism شكرا شكرا أن هنا في ايضا شكرا شكرا شي لبن mechan أيضا ببيكار أعلى كري ببيكار salل شكراً. شكراً. فين جولينا جولينا او جولينا عمد. طيب بشو هندسة حل يلا معي اول مسألة. هو عايز يحسب ايه رشو اندسة. عايز يحسب الـDainesty. بالضبط. اهو انا عايزة احسب الـDainesty. طيب. في ميسان في بجرام بليتر. اد تنبريتشر خمسة وعشرين درجة سلسيس. هتشتغل عليها بالخمسة وعشرين? لا احاولها من كيلون. يبقى اجمع عليها يبقى. بالضبط يبقى متين تمانية وتسعين دجري كيلون. طيب اد تنبريتشر كام. 0.978. طب انت هتشتغل بالاتموسفير ولا هتشتغل بالباسكال يا جولينا؟ بالاتموسفير. ليه؟ علشان الليتر. بالضبط لانه هو عايز الـDainesty بالجرام بليتر. يبقى هو كده حكمني ان انا اشتغل بمين؟ بالاتموسفير. عشان دايما الاتموسفير مع الليتر. صح؟ معاي بشواندسة؟ ايوة ايوة. تمام. ايه بقى القانون اللي فيه الـDainesty اللي احنا اخدناه؟ بي اكوال دي. دي؟ اه. بقى M على حاجة. RT على M. اهو. بي اكوال دي RT على M. ده القانون. اهو. بي اكوال دي RT على الـM. الـM ده اللي هو المولرمس. خلاص؟ طيب. عواضي بقى يا بشواندسة. البرشر بكم؟ اه. 0.978. بالضبط. 978. الـDainesty بكم؟ الـDainesty عايزوا. عايزوا. الـR بكم؟ الـR. اه. 0.082. ليه ما استخدمتهاش 8.314؟ عشان نضيب الاكموسفير وليس. زي الفل. الـTip كام؟ الـTip 298. المولرمس بكام؟ اه. 1x12. plus 4x32. بالضبط. انا عندي CH4. يبقى انا عندي واحدة كاربون يبقى واحد في اتناشر. بلس. عندي اربعة هيدروجين يبقى بلس اربعة في واحد تمام. يبقى قدر احسب الـDainesty ولا لأ؟ يبقى الـDainesty هتطلع كذا؟ جرام برليتر. موضوع في مشكلة بشواندسين؟ موضوع في مشكلة؟ لا التمام يا دكتور. تمام. موضوع في مشكلة بشكلة 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 بشكلة. طيب بشواندسين مسألة اللي بعدها. بيقول ايه؟ طبعاً اللي هيرفع المسألة اللي هيفهم يعني ايه؟ ولا هيعرف يعني ايه؟ ولا هيعرف الكلام ده خلاص. ولا يهمني في الكلام ده كله. خلاص؟ تعال نشوف هنحل المسألة ازاي؟ اهم حاجة من اليونتس. اهم حاجة من اليونتس. طيب. فين ماجد 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 راح فين؟ اه يوا دكتور موجود. يلا ماجد حل المسألة. ما هو آن عايز النبرف فانا هجيبoires. ماجد. ماجد قال ايه؟ انا عايز النبار اف مولوكولز اهم حاجة ابتدي بالمطلوب. انا عايز النبار اف مولوكولز اكتب قانون هو شوف. النب راح ايه ماجد؟ اليه النبés فهو قد رؤس نبار، بالضبط. على فجادره زي نومبر كده كده ده كونستانت اللي هو كام؟ 6.023 طيب. أنا دلوقتي محتاجة يجيب ال-N اللي هي نومبر اوف مولز. صح؟ آه. طيب. النومبر اوف مولز حال نشوف عندي ايه. من غير مافهم هو عايز ايه؟ ايه ده؟ إيه كبستي مئة وتمين سنتيمتر كيوب ده؟ الفوليوم الفوليوم إيه كبستي مئة وتمين سنتيمتر كيوب ده؟ الفوليوم الفوليوم تمام الفوليوم مئة وتمين سنتيمتر كيوب صح؟ هذهë الملكة هو 180 سنتيمتر كوب طيب كيفية كم **** تُكبرتشير السناري في بلس تَلنطا درست تمام يبقى أنت عندك 298 من أر بلس اه اه یہ انا مشHaifها كويس. اه 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 طبال ايه صحاكم. طيب بالملي متر م mitä? يلا ما جئ. يبقى انا عشان احسب قلت لك أول ما يجي في دماغك أنت عايز تحسب النمبر أوف مول. عندك كم طريقة يا ماجد؟ النمبر أوف مول يعني طريق ثاني. طريق ثاني. إما إيه يا إما إيه؟ الماس على المولار ماس أو بي في إقوال نر تي إقوال نر تي إقوال نر تي ما شو هانتسين؟ صارعيني؟ ماجد؟ طيب استنوني دقيقة واحدة بس عشان في مشكلة عندي في النت وهارجع لكم ثانية واحدة. موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خليها بالبسكال. قد حولها زي ما انت عايز. ده من خليها بالبسكال واليها وان زيرو وان ثري او فايف اوبر سبن هندرد ستي احنا كده همخلي البولي بالزبط وان زيرو وان سري تو فايف على سبعمائة وستين كده بسكال طب انت كده مجبر يا مجد. بالزبط ان انت تخلي بالميتر كيوب. هتحوله ازاي للميتر كيوب. اضرب في عشر والسلف ستة. جدع. ستة ميتر كيوب. تمام. طيب. بالنسبة لي الار هتحطها بكام يا ماجد? اه ايت اه بوينت اه وان فور. اه بوينت سري وان فور. جدع يا ماجد. والتمبريتشر بكام? تمبريتشر اه اه ميتين تمبريتشر. جدع ماجد. جدع. تمام. فهنا النمبر في مول هيطلع بكام? هيطلع بتن نايم بوينت سيفن في تن توبور نيجاتف سيرتين مول. يبقى لو عنا عايزة احساب النمبر اوف موليكولز. احسابه ازاي? هو الان في افو جادروز نمبر. الان اللي هو نايم بوينت سيفن في تن توبور نيجاتف سيرتين في كام يا ماجد? اه سكس اه سكس بوينت سيرو اه تو سري. اه تن اه اه تبور بوينت سري. هيطلع بفاية بوينت ايت في تن توبور ايليفن موليكولز. مش وانسين انتو فاهمين ولا لا? مش وانسين. ايو دكتور. ايو دكتور. طيب زي الفل. طيب المسألة اللي بعدها. عايز حدي حل. فين مريم حاتم? مريم حاتم. ايو ايو دكتور اوفر ووتر. يبقى حجم الانتو متين ملي. خلاص? متين ملي. طيب. ووس كولكتد اوفر ووتر. خلاص? طيب. خمسة وتلاتين دي جري سليزيس. يعني خمسة وتلاتين دي جري سليزيس. يبقى اجمع عليها ايو مريم? تو هام لانز رين تير. طيب. هتبقى سري ايت دي جري كيلون. طيب. ااا ايند بريشة سبعمية واحد وستين بوينت ايت ملمتر ميركري. اهو. بوينت ايت ملمتر ميركري. طيب. كالكل ايو اف كذا اوفر ووتر ايتم بريشة كذا. وبرشة كذا. بشواني. لما تلاقوا مسألة فيها ارقام كتير كده بعد كل فول ستوب تقفوه. يعني المسألة يكون فيها ارقام كتير كده بعد كل فول ستوب نقف. فدي كده اول فول ستوب ميتين ملي اف ان توس كوليكتد اوفر ووتر ات خمسة وتلاتين اند بريشور كزا. طيب اقدر استفاد من ايه من هنا ايه يا مريم اقدر اجيب ايه? معي ومعي 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 اقدر اجيب والقار محافظينها اقدر اجيب. زي الفول يبقى القانون بتاعي بي في اكوال ان ارتي طيب بكام يا مريم? هحاوله. اه معي من مليميتر. مليميتر صحيح. اه حاول الاتموسفير. اه حاول المليميتر. امسكي واحدة بس. امسكي واحدة. امسكي البرشور. عايزة اتحوليه لايه? البرشور عايزة احاولي الاتموسفير. طيب. تعالي نحاول البرشور لاتموسفير. عشان احاول من مليميتر ميركل لاتموسفير. اعمل ايه? هقسم على سبعمائة وستين. ماشي? ده كده اتموسفير. طيب. والفوليوم لازم يبقى ايه بقى خلاص? انا هنا قلتلك اشتغل براحتك. هنا الفوليوم لازم يبقى بايه? ليتر. ليتر. يبقى عشان احاول من مليليتر لليتر. اضرب في تين توبور نيجاتيف سري. صح? ايوة. طيب. الان. الار بكم بو بوينتو او اتو. في التمبريتشار بكم بثلتمية وتمانية. هاجي حسب النمبر اوف مول هلاقيه بكم? هلاقيه بسفن بوينت ناين سري فور في تين توبور نيجاتيف سري مول. طيب. يبقى امتين ملي اوز كوليكتد اوفر ووت كذا. بيقول لك كالكوليت زي فوليوم اوف ان تو. هو عايز بقى يحسب الفوليوم. يعني ايه هو ايه? لما كان شغال عند سبعمية واحد وستين ودرجة حرارة خمسة وتلاتين. الفوليوم كان متين ملي. هو عايز يحسب الفوليوم لو خد نفس الجاز ده عند سبعمية سبعة واربعين ملي متر ميركري وعشرين درجة سليزيزة. يبقى هو عايز الفوليوم ووس كوليكتد اوفر ووتر. اد بريشر اللي هو سبعمية سبعة واربعين بوينت فايف ملي متر ميركري والتنبريتشر بكام? بعشرين درجة سليزيز اللي هي امتين تلاتة وتسعين دجري كالفين. هتعمل لي ايه يا مريم? هحول برضو. تمام يعني هتستخدم القانون ايه في الاخر? هستخدم نفس القانون اللي همستخدم. نفس القانون. بالضبط. بي في ايكوال ان ارتي. هتحولي البرشور لمين? الاتموسفير. الاتموسفير. ازاي تحولي من ملي متر ميركري الاتموسفير? هقسمه على سبعمية وستين. تمام. حولت ده الاتموسفير. طيب الفوليوم بكام يا مريم? هو عايز الفوليوم انه. هو عايزه. النمبر في مول بكام? طلعنا بسفين بوينت ناين ثري فور ملتبلاي باي تن بار ناجتف سري. تمام. اتم الار? الار? انا عندي اه اتموسفير وليتر بو بوينت او ايت تو. تمام. والتمبريتشر بمتين تلاتة وتسعين. فهتقر اطلع الفوليوم هيطلع بو بوينت وان ناين سري ليتر. يبقى المسألة دي مقصود بها ايه باشوانسين. بيقول لي ان انا عندي متين ميلي انتو. خلاص. لما كان البرشور يعني انا عندي متين ميلي من النيتروجين. لما كان البرشور كزا والفوليوم لما كان البرشور كزا ودرجة الحرارة كزا. هو عايز يحسب الفوليوم لو غيرت الضغط ودرجة الحرارة. الفوليوم هيحصله ايه? بقى بوينت وان ناين سري ليتر. وصلت. اي واحدة. يبقى لما تكوني المسألة كبيرة كده فيها ارقام كتير بعد كل فولسطوب اقف واحرف انت هتستخدم ايه بالزبط او عايز ايه بالزبط? حد عنده مشكلة? دكتور ممكن اشأل. اتفضلي. احنا عرفنا من ان احنا عايزين محتاجين نطلع الان عشان هو مش طالبها بس احنا عرفنا منين. بالزبط. انا دلوقتي لو جيت قلتلك انا عندي متين ميلي نيتروجين. وعندي فوليوم خمسة وتلاتين. وعندي كزا. تمام? بقولك بقى انا عايز اعرف الحجم لو انا غيرت الضغط ودرجة الحرارة. الحجم هيحصل له ايه? هو النمبر اف مول هنا تغير? ولا مين اللي اتغير? البراشر والتنبريتشر. البراشر والتنبريتشر. فانا بعمل ايه? فانا كده عارف انه النمبر اف مول ثابت. صح? انا كده عارف انه النمبر اف مول ثابت. صح ولا غلط? اه طوام. بالزبط. فانا اروح تحطت ايه? فعشان كده بقولك لما المسألة تبقى كبيرة وفيها ارقام كتير بعد كل فولستوب ققفي. وعرافي? انا هستفاد من الجملة دي ايه? فانا لما كتبت المسألة بانت قدامي انا قدرت اطلع الان. طب ما الان نسب? طيب انا هستخدمها في الجزء اللي تحت ولا لأ? اه طوام. طوام. انت اسمك ايه? مريم هاني. طيب مريم عشان انت في مسألة هتحلها معي. بس مش دلوقتي. طمام. عشان اشوفك فهمتي اللي انا قلته ده ولا لأ? ميش. ميش. آآ مين اللي هيحل معي دي? فين مازن علي? مازن. ايه يا دكتور. يلا مازن حلو مسألة دي. طيب هو هنا عايز هو مش هو هنا عايز يعرف الفوليوم. تمام او عايز يحرف الفوليوم. مش. اوكيو بايد تلاتة واربعين جرام انه سري. كان قيل عند. طيب الاول هو ما تديك الماسبت عن انه سري باربعة وثلاثين جرام. طيب. جدع ماجد. آآ سوري مين? مازن. آآ مازن. جدع مازن. عند الاستي بي مازن قال لك الكلمة دي مش هسيبها. هتستفاد منها ايه مازن? افقال افقان ايكول ون. ال بي بتبقى بتوينتي تو بوينت فور. تمام. تمام. وميش. واحنا قلنا ان الاتمسفير بيبقى بوان. تمام. واه واه Million temperature هتبقى 200 73 آآ كالبين. تمام. تمام. ااه وفي نمبر الف Этот مatic عادة يا اي مازن في الاتان ا الراجط يبقى الفوليوم 22 رجل بوينت فور ليتر. طيب انت يلا عايز الفوليوم هتعملية تستخدم انا قدوم. اآ آآ هستخدم اللي هو الاول بس عشان اجيب الاول الان هستخدم الماس على المولر ماس? جدا. تمام? هستخدم الماس على المولر ماس. هو مديني هنا الماس? طيب. النمبر في مولفية على الان اتش سري هجيبه من الماس على المولر ماس. اه. الماس بكام? باربعة وثلاثين. على المولر ماس تعال انتش سري. هيبقى المولر ماس زائل تلاتة سبعتشر. يبقى اتنين. صح? ماشي. اوكي. اه. بعد كده هعمل بقى اللي تحت. لما الان تبقى اللي هيبقى. صح? بس. هيبقى فورتي فور بوينت ايه. ايو. لما الان تبقى. يبقى الفوليوم تيت تو بوينت فور ليتر. طيب. لما الان تبقى يبقى الفوليوم هيطلع بكام? يبقى الفوليوم هيطلع بفورتي فور بوينت ايت ليلر. طيب ليه طريقة حل تانية لو انا ماكنتش كتبت ده. مش شرط اكتبه. مش انت عندك القانون بي اكو الان او تي. اتموسفير. صح? الفوليوم. اللي انا عايزه. بالزبط الان بتو. الار بو بوينت او التو. طب انا جبت سري سيفن سري دي. والوان اتموسفير دول منين? من كلمة ايستي بي. صح? الفوليوم هيجيح سوا. هتلاقيه فورتي فور بوينت ايت ليتر برضو. تو سيفن سري اه جدا. تو سيفن سري. في مشكلة في الكلام ده? يبقى قدر تحلها كده? دكتور ما عارش. او كده. اه ممكن احررتك الحتة بتاعت النمبر وفموز بتاعت اله. اله دي ممكن تاني عشان مش عارف احنا بنجيبه امتة امتة لأ. بصي مش انتي مديكي ماس. انتي مديكي ماس صح? ما شوان دسا. طيب انت بتاني في قانون القانون بي في اكوال انه ارتي ده في ماس خالص? فانا لازم اجيب النمبر في مول. لا. وصلت. اي بس في حاجة غنية كنا برضو بنحل بالماس. دا نستي اكوال ماس. مش فهم. مش فهم. بصي بشون دسا. بصي بصي. بصي. انا دلوقتي عندي مش القانون بتاع بي في اكوال انه ارتي. طيب. اول ما تعوزي تجيبي لان انت عندك طريقتين. لو عندك ماس يبقى ماس على مولر ماس. لو عندك فوليوم يبقى بي في على ارتي. طيب مش المولر ماس. اصلا كنا بنجيبه عن طريق ان احنا بنخلي اللي هي. احنا جبنا الموليكولر ويت. اه مع الموليكولر ويت هو هو المولر ماس. ما هو المولر ماس دا بقى انه واحد. اللي فوق اللي تحت. اللي تحت الكابتل. الماس اللي فوق دا اللي هو لما يقولك 10 جرام 20 جرام 30 جرام. انما المولر ماس مثلا بتاع الان اي ايه توسي اوسري. اللي هو السوديم 23. والكربون 12. والاكسوجين 16. يبقى كام? 2 في 23. زائد 12 زائد 3 في 16. هو ده المولر ماس. اللي هو 106. يعني انا بجيب المولر ماس. اه. تقسم الماس على المولر ماس يديك النمبر في موليك. طمام. وصلت. وصلت طمام. طمام. عايز بقى حد جدا هيحل معاه المسألة اللي جاية دي. طيب. مين يحل معايا دي. مم. فين جورج. جورج ماجد. طيب يلا جورج. حل معايا كده المسألة دي. باش وانتسين هيبقى الناس معايا ولا انتم نايمين. معايا. فاهمين كويس ولا ساكتين مش فاهمين. لا لا تمام. لا تمام. لا فاهمين. طيب. يلا يا شورج. عندنا التنبريتش روح حاجة بـ 28. ونزوج من 23. واحدة 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 اقرأ مسألة كويس. ماشي. عايزة يحسب ايه يا شورج? الفوليوم. الفوليوم. تمام. يبقى نكتب. يبقى نكتب الفورمول بتاعة الفوليوم. تمام. ايه القانون? البي في الفي. مم. تمام. ماشي. يبقى اوتي ازا كزا. البي بريدوز دا اد بريشار كزا. البرشار بكم? ايه. زيرو فاصلة تسعة ستة تلاتة اتموسفير. تمام. هتحولها الحاجة ولا الاتموسفير تمام? ايه. تمام. تمام. طيب والتمبريتشر كم? تمانية وعشرين درجة سليزيس. ام. زائد المشاة سبعين عشان نخليها بالكي. يبقى تلتمية واحد دجريك الفن. فروم زر اكشن اف ستة جرام زينك. يعني الماس بتعزينك بكام? بستة جرام? ستة جرام. والمولر ماس بتعزينك بكام? بخمسة وستين بوينت فور. طب يلا. نجيب بالان. اه بالزبط هتعمل ايه بقى? عود بقى في القانون على طول. مش? ايه? عود بقى في القانون على طول. طب. البرشور بكام? البرشور بصفر فاصلة تسعة ستة تلاتة. الفوليوم? اللي احنا عايزين نجيبه. النمبر فمول? الان ما هنجيبه اللي هو هنحط الماس على المولر ماس. مع المولر ماس. لانه هو زين كما مش هتدرب في حاجة. طيب. في الار في تي الار بكام? الار في ايه. زيرو بوينت زيرو ايتو. دكتور ممكن سأمع ليش. هو عايز لهدو جام مش الزين. جدعة. مين اللي تكلم? انا كريم. جدعة كريم. استنى استنى عليش. انا حطر حط المعدة. جدعة كريم. اصبر. واحد اتنين نسبة واحد اتنين. اصبر طيب. طيب. التمبريتشر بكام يا جورج. كامل يا جورج. تلتمائة واحد. طيب. بشوانسين. هل جورج اللي عامله ده صح؟ لا. لا. طبعا غلط. لي يا جورج. بصوا بقى نتعلم حاجة. طالما عندي اكتر من مادة في المسألة. اعرف بالضبط انا اشتغل على ايه. what is the volume of hydrogen. يبقى انا عايز حجم الهيدروجين. will be produced من 0.963 atmosphere. 28 درجة. من 6 جرام زينك. يبقى انا. what is the volume of hydrogen. يبقى انا عايز حجم الهيدروجين. will be produced كذا. و температу كذا. يبقى ده الpressure بتاع الهيدروجين. وده ال температу بتاع الهيدروجين. من 6 جرام زينك. فده الماس بتاع الزينك ويز 6 مولر هيدروكلوريك أسد إيه 6 مولر هيدروكلوريك أسد دي؟ هنزود قبلها كلمة إكسيز خلاص ويز إكسيز 6 مولر هيدروكلوريك أسد سيبك منها دلوقتي وأنا هقولك دي ليم ليمش هستخدمها في حاجة ومديني المولر ماس بتاع الزينك يبقى لما يبقى عندي أكتر من حاجة في المسألة لازم أحدد أنا هشتغل على إيه؟ آآ أنا عايز solium بتاع bitch hydrogen يبقى لازم يكون pressure بتاع hydrogen ولازم يكون ده number of mole بتاع hydrogen ولازم يكون ده temperature بتاع hydrogen فهل جورج لما جاي استخدم هو ده number of mole بتاع hydrogen يا جورج؟ لا منiera ده number of mole بتاع مين؟ بتاع zinc بتاع zinc لأن انت قسمت الماس بتاع zinc على المولر الماس بتاع zinc وصلت؟ يبقى لما جي اشتغل لازم احدد انا هشتغل على ايه بالزبط خلاص يبقى أنا عايز الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يبقى زد ان بلس اتش سي ال هيديني زد ان سي ال تو بلس اتش تو هذه المعادلة طب لو جينا وزناها لان هو بيقول لي ان الزنك ده جاي نتيجة تفاعل الزنك مع الاتش سي ال طب لو جينا وزناها هحط هنا اتنين طيب اجسع النفسي هو انا عايز علاقة ما بين مين ومين في المعادلة دي رده الزنك والهايدروجين اروح حاطت عليهم دايرة كده طيب قدامي الزنك انا عندي كام مول واحد يبقى واحد مول من الزنك اداني كام مول من الهايدروجين واحد مول من الهايدروجين صح بس انا دلوقتي ما عنديش واحد مول زنك في المسألة انا عندي كام مول من الزنك ستة على مش انا عايز الهايدروجين اللي جاي من ستة على خمسة وستين بوينت فور مول من الزنك اشوفه هيديني كام مول من الهايدروجين بالصدفة طلعت نفس الرقم يعني النمبر اف مول بتاع الهايدروجين 6 على 5.4 مول هي بالصدفة طلعت كده انما في مسألة تانية مش هتطلع كده لو الوزن مختلف طيب تيجي بقى نعوض في القانون يبقى البي بتاعة الهايدروجين في البي بتاعة الهايدروجين اقوى للن بتاعة الهايدروجين في الار في تي البرشير بتاع الهايدروجين كام 0.963 الفوليوم بتاع الهايدروجين بكام ده اللي انا عايزه النمبر في مول بتاع الهايدروجين بكام 6.65.4 طيب الار بكام 0.2 التمبريتشر بكام 301 فانا كده اقدر احسب الفوليوم بتاع الهايدروجين هيطلع ب 2.351 يبقى اللي جورج عمله في الاول كان صح باي لك لو في الامتحان المعادلة دي ما كانش بتكتب كنا بنعتبر ان المسألة غلط لان انت كده مش بعمل حاجة يبقى جورج معلش انا عندي سؤال تفضلي هو بس تعتري احنا جبناها منين لا هي دي يعني انا مش هجيب لكم معقدة عن كده لو معقدة عن كده انا اللي بديكم انا اللي بديكم انا اقل لك ايه ما بيقول كذا عند كذا from the reaction of 6 gram zinc with HCl يبقى المعادلة زد N plus HCl هديني زد NCl2 plus H2 لو المعادلة اصعب من كده احنا بنده لكم احنا مش هنجيب لكم اكتر من دي دكتور معادي اه نهاء الزد NCl2 صح اه تمام شكرا يا دكتور هي 2HCl زد N plus 2H طبعا عرفتني ان هي لو جيت وزنتي مش انتي عندك الناحية التانية يبقى لازم تحطي قبل HCl2 اه تمام تمام دكتور معادي شوه ممكن بس حركي من بعد المعادلة هنجيبت كان بيقصة عندي تاني اولا انت عرفت ايه غلطة جورج اللي بيسأل اه ايه غلطة جورج انها استخدم المولر ماش بتاعت الزينك وانا احنا عايز هيدروجين بالظبط يبقى انا لما يبقى عندي اكتر من مادة لازم احدد الان هشتغل على ايه انا عايز ميم بالظبط فانا عايز هيدروجين يبقى لازم المعادلة كلها كل اللي فيها بتاعت الهايدروجين فلما كان جورجي جيز يستخدم تستخدم النمبر مول بتاع الزينك فده ما كانش صح فقلنا لازم نجيب علاقة ما بين انا مش عايز الزينك انا عايز الهايدروجين فانا لازم اجيب علاقة ما بين الزينك والهايدروجين طب هجيب العلاقة دي ازاي من الاكوشن ان زد انا بلاس اتنين اتش سي ال اداني زد انا سي ال تو بلاس اتش تو فدي قدامها كم اللي انا عايز العلاقة ما بينه وحط عليه دايرة فده واحد زينك اداني واحد هيدروجين بس انا مش عايز اللي جاي من واحد زينك هو في المسألة عايز اللي جاي منين من 6 جرام زينك تمام بس فال6 على الست ما هو طالما ده مول يبقى لازم اللي تحتي مول طالما ده مول يبقى لازم اللي تحتي مول يبقى لازم اللي اتنين اللي فوق بعض يبقوا زي بعض يعني من فاش بالضبط دكتور هو الـ number of مول الهو اللي أكتوب قدام المالكين يعني مثلا الـ HCL الطول اللي قدامها دي معناها أننا عندي 2 مولز الـ HCL بالضبط وصلت طب دكتور هو احنا ماستخدم نفس هاقول بقى هاقول ليه لما تكون مين اللي بيأثر على كمية الـ product اللي طالعة الحاجة اللي كميتها كبيرة ولا الحاجة اللي كميتها صغيرة كميتها صغيرة صغيرة طبعا ليه لو أنا دلوقت عندي حاجة كبيرة ادي الـ HCL وعندي حطة صغيرة من الزينك الحتة دي هتتفعل مع قد ايه من الـ HCL اتنين HCL هنقول حتة قدها يعني مثلا او اكتر منها شوية فهيدوني ايه حتة صغيرة ولا حتة كبيرة صغيرة صغيرة طب لو كبرت دي يبقى اللي هيتخد من الـ HCL هيكتر يبقى الـ product اللي طالعة هيكتر هيكتر لو كترتها شوية يبقى دي هتكبر شوية يبقى الـ product اللي طالعة هيكبر اكتر صح؟ يبقى لما تكون عندي حاجة الـ XS دي ما بتأسرش على الـ reaction مين اللي بيأسر على الـ reaction؟ مين اللي بيأسر؟ الحاجة اللي كميتها قليلا وصلت؟ طيب 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 عايز حد بقى يحل دي على نفس الكلام مين يحلها؟ فاهمت يا جورج غلطتك؟ لا فاهمت يا دكتور بس دكتور المعادلة نفسها يعني مش شرط اعرف اوازنها في وسط الامتحان لو انا مش عارف لزينك في كم ايه صغيرة في اخر مش فيه احنا بعد كده لسه هنتعلم ازاي نكتب معادلة جورج يعني شوية كده هنتعلم ازاي نكتب المعادلات فدي عديها دلوقتي اعرف ان المعادلة دي بتكتب كده اوكي خلاص فين يوسف محمد؟ يوسف محمد الناجي اه دكتور يلا يوسف حل معي المسألة دي اقرى المسألة صوديوم ازايض ومديك المعادلة بيقولك طالما مديني اكتر من حاجة يبقى لازم احدد انا هشتغل على ايه بالزبط يا يوسف انا عايز الفوليوم بتاع النايتروجين تمام هنعمل ثانية واحدة التنبريتشر بتاعة النايتروجين مدهلك كامد؟ بتمانين درجة سلسلسل تمانين سلسل هزود تمام يبقى تلاتة خمسة تلاتة دي جري كلفن طيب والبرشور مدهلك كامد؟ تمنمية تلاتة وعشين ميلي متر ميركري هتعمل في حاجة؟ اه هسيبه تعليمه مش متأكد مش متأكدين متى كده بتخرج سعح؟ هو انا بشتغل في البرشور بالمليمتر ميركري يا برشواندس? لا لا هلابه اه هلابه اتماسفيرك او بس كلا. طيب نفوق. طيب. فهو كده مديك الماس بتاع الان اي ان سري. بكم? بالستين جرام. قولي بقى تعمل ايه? اه. هحول البرشور الاول. طيب ايه القانون الاول اللي هتستخدمه? اه. بتاع مين? قلتلك طالما عندك اكتر من مسألة لازم تكتب انت هتشتغل على مين? انت عايز مين? انا بتاع النايتروجين. يبقى لازم يكون البرشور بتاع مين? والنمبر اف مول. هيبقى بتاع النايتروجين برد. كله هيبقى بقى. لايكه بالزبط. يبقى طالما عندك اكتر من في المسألة احد ده انا هشتغل على مين? كم مليل? البرشور بكم? اهه هاسم على سبعمائة وستين. تمام. عشان تحولوا مين? الاتماسفيريك. تمام. الفوليوم بتاع النيتروجين كام? الفوليوم ده اللي هطلعه. تمام. النمبر وفمول بتاعة النيتروجين بكام? نمبر وفمول. هتبقى ستة. ستة. الفين بقى الستة دي? ضربت التلاتة في الاتنين. تلاتة ايه في الاتنين? هي مكتوبة انت مكتوبة ثري انتو فضربت دي في دي. هو احنا عملناها كده المسألة اللي فاتتة بشواندس? ما هو انا مكنتش سنة والاخر مر خدت كامية كان فولاس انا مش فاكر مش فاكر. طب انت شفت المسألة اللي فاتت حلناها ازاي? اه. طيب. هل ينفع اقول بشواندسين ردوا علي هل ينفع اقول ماس على مولر ماس ده اللي هو الستين على المولر ماس بتاع الني ايه ان سري اللي هو التلاتة وعشر زي التلاتة في ستة في اربعتاشر? ينفع عامل كده? لا عشان بحسر بتاعت النيتروجين مش بتاعت. علي الكلام ده صح? لا. 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 يوسف الكلام ده صح يا يوسف? لأ. لأ ليه يا يوسف? عشان الماس مش بتاع النيتروجين بتاع السوديم بتاع. ان ايه? ان ايه? ان ايه? ان ايه? ان ايه? صح. يبقى انا يبقى انا كده الكلام ده مصح ليه? لان ده النمبر فمول بتاع الان ايه? ان سري. يبقى انا عايزة اجيب علاقة ما بين ايه و ايه يا يوسف? عايزة بالحاجات. يبقى انا عايزة اجيب علاقة ما بين ايه و ايه? عايزة اجيب علاقة بين ايه و ايه? الني ايه ان سري ومين? والنيتروجين. ولي يا يوسف أهامل اي 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 اول اتري اي اي اول اتري اي اول وثري اين اتوا جدا. يبقى مولي اداني تلاتة مول من ال ان اتوا طيب والسهم التاني والسهم الثاني هيبقى نيتروجين هيبقى 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 يا يوسف هو انا هنا عايز احسبين مش انا عايز احسب النمبر اللي بتاع النيتروجين اللي جاي من ستين جرام من ال ايو طيب فانا هنا عايز احسب النمبر بتاع الان تو اللي جاي من ستين جرام من الان ايو ان سري فانا هنا هحول ده اللي هو ستين على تلاتة وعشرين زائد تلاتة فاربعتاشر اه مول اعمل هقدر احسب مين بتاع النيتروجين النمبر بتاع النيتروجين فهمت يا يوسف اه دكتور انا جبت ان هي تلاتة وعشرين بلوس تلاتة هو المفروض انا بتدهلك في المسألة ان النيتروجين ان السوديوم بتلاتة وعشرين والنيتروجين باربعتاشر معي يوسف الا لا مع حضرتك يبقى ارجع بقى اعوض في الفوليوم في وان بوينت سري ايت فور في او بوينت او اتو في تلاتمية تلاتة وخمسين فانا كده هحسب الفوليوم بتاع النيتو هيطلع بستة وتلاتين بوينت ناين ناين فور ليتر فهمت ايو فهمت ولا لا يبقى اللي فوق غلط ليه يا يوسف اللي فوق غلط عشان ما استغلق عشان اللي انا المسأل اللي استخدمت ما كانش بتاع النيتروجين كان بتاع العرفت بقى اتجيب ازاي علاقة ما بين المادتين المادة اللي مش عندك والمادة اللي عندك ايو هتجيبها ازاي بقى عاملة منين جبت منين السهم الاولاني ده السهم الاولاني ده دايما بيجي من المعادلة جبته منين هو كما اللي هو في البرت الاولاني بتاع المعادلة اللي هو طيب والسهم التاني جبته منين بتاع ال 3N2. السهم التاني اللي تحتيه. اللي تحتيه ده المولز. جيبته من ين? عملت الماس على الموليك درماس. طيب تمام. طب يلا يا يوسف انت برضو هتحل معنا المسألة اللي جاي. دكتور انا عمدي سؤال بس. تفضلي. واحنا كده عملنا مول للريشيو وده سولد وزا جازفة. ده عادي. اه. هو دي معناه ان كل اتنين مول من المادة دي بيديني تلاتة مول من الجاز ده. ما فيهاش اي مشكلة. تمام? يلا يا يوسف حل دي. دكتور اطلع فوق ثانية. بشوانتسين انتو فاهمين النوع ده من المسائل ولا لا? بشوانتسين. ردوا. ايو يا دكتور. ايو يا دكتور فاهمين. فاهمين كويس ولا نص نص. كويس. تمام. دكتور ممكن ماليش دكتور. نعم. كنت قلت ان الاي سابتة لكله يعني جاز او صالد او كده. اه. ما هو الار دي يونيفرسل جاز كونستانت دي انا باستخدمها للجاز بس. ما ينفعش استعلمها للصالد. طيب. يلا يوسف انت برضو يوسف حل معادي. اقرأي يوسف بسوط عالي. ماشي. السمبل اف كوتاسيوم كلوريت ماشي. السمبل اف كوتاسيوم كلوري. ماشي. 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 واحدة واحدة هي يوسف. هو مديك اكويشن صح? اه. عندك كم مادة في المسألة? اه ثلاثة. طيب حدد هو مديك ايه وعايز ايه? بيقولك اسمبل اف كولوريت ووس دي كومبوز اكوردينج دو كزا كزا. اوكسجين ووس كوليكتد اوفر ووتر عند اتنين وعشرين. يبقى دي درجة حرارة مين? الاكسجين. كزا يبقى ده ضغط مين? ده ضغط الاكسجين برضو. الاكسجين والفوليوم. كزا يبقى ده مين? اكسجين. بالزبط. يبقى انا كده هو مديني البريشر بتاع الاكسجين? والفوليوم وال. مديني التامبريتشر بتاعت الاكسجين? بالزبط ومديني الفوليوم بتاع الاكسوجين والبريشر البرشر هتعمل في ايه يا يوسف؟ هقسم على صغوة ما وستين عشان تحولوا المين؟ اتموسفيرك اتموسفير طيب والفوليوم؟ والفوليوم بالليتر اصيبو زي ما هو تمام جدع يا يوسف طيب طيب تقدر تجيب من هنا ايه يا يوسف؟ هو انا عايز الماس بتاع البوتاسيوم كولوريت يعني انا عايز الماس بص يعني في الاخر هو عملي يديك اكسوجين 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 وهو في الاخر عايز الماس بتاع الكي سي ال الاسري اللي هو عشان اكسره عشان يديني اكسوجين بالظروف دي فانت لازم تجيب علاقة ما بين البوتاسيوم كولوريت ومين يا يوسف؟ هو الاكسوجين جدا طيب هتقدر تجيب ايه من فوق؟ من فوق هجيب الموليكير الماس بتاع كل حاجة هنا من الجزء اللي انا معلم لك عليه ده هتقدر تجيب منه ايه؟ تي بي بي تي بي والوي الان 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 بتاعت مين؟ بتاعت الاكسوجين بالظبط يبقى البي بتاعت الاكسوجين في البي بتاعت الاكسوجين اكول الان بتاعت الاكسوجين في الار في التي البي بتاعت الاكسوجين بكم؟ البيب آآ سبين فايف فور على سبين سكستي. الفوليوم. الفوليوم زيرو بوين سكستي فايف ديتر. النمبر اف مول بتاع الاكسجن. آآ ممبر اف مول. صانية. وده اللي انا عايزه هيوسك. الار او بوينت او اتو والتنبريتشار كام? متين خمسة وتسعين. تقدر كده تحسب النمبر اف مول بتاع الاكسجن ولا لأ? هيطلع او بوينت او تو سيكس. انا انت مش عايز النمبر اف مول بتاع الاكسجن. انت عايز النمبر اف مول بتاع البوتاسيوم كولوريت. هتعمل ايه? هعمل هي هسوين هو ناحيتين ببعض. يعني هتعمل ايه? سهمين كده? بالضبط. اول سهم هتعمل في ايه? اه بسعة هتبقى اللي هي اه اه ثري او تو. هم. اه وتحتها المولز بتاعها. ماشي. ماشي. سري او تو وتحتها المولز بتاعها. ماشي وهنا? والنحة التانية هتبقى البوتاسيوم كولوريت. جدعة احط كام بوتاسيوم كولوريت فوق? اه 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 تو كي سي ال. جدعة اجبتها منين دي? من اللي كويس. تو كي سي ال اسري? لان انا عايز البوتاسيوم كولوريت. تمام. وهتخط تحت ايه? المول. المول. اللي انت عارفه? ده اللي هجيبه. ده اللي هجيبه. طيب. جبنا النمبر اف مول بتاع الكي سي ال اسري. هاي ساوي كام? هاي اه تو. هنيعمل كروس مولتبليكيشن هيتلع او بوين. او بوينت او وان سيفن. طب ازاي يجيب الماس بقى? الماس هجيبه الموليكيلي الماس والماس? يا ده. الماس. هجيب الموليكيلي الماس وبعدنا اضرب ال ان في الموليكيلي الماس. بالزبط. الماس على المولر الماس. فالان بو بوينت او وان سيفن. الماس معرفوش. المولر الماس بتاع الكي سي ال اسري. البوتاسيوم بتسعة وتلاتين. والسي ال بخمسة وتلاتين ونص. زي التلاتة فيه ستة عشر. اقدر اجيب الماس. فهمت يا يوسف؟ ايوه. فهمت كويس ولا لأ؟ ايوه. تمام. حد عنده مشكلة؟ دكتور هو انا كان ينفع ان انا من الاول في الاكواجين بتاعت الاكسجين دي. اعوض في ال number of moles. هو اصلا اولا معي المول الماس على الاكسجين. ممكن اجيبها بالماس على رسول. ممكن. بس اهم حاجة يكون كل حاجة بالماس. ما ينفعش مول وتحت ماس. يقام كله ماس. يقام كله. فهمت؟ اوه. اوه. يعني انت ما ينفعش هنا تحطي مول. وتحتها تحطي ماس. حطتي فوق مول يبقى لازم تحتها مول. تمام. تمام. اخر مسألة ويبقى احنا كده خلصنا. اوه. 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 تفاهمين ولا. انا عادوا اشترف اهمي. فين ماريم. ماريم اللي انا قلت لها اسألك. مش فاكر اسمها ماريم ايه. ايه يا دكتور. يلا يا ماريم حل دي. بصي مسألة كبيرة هي ماريم. فبعض كله فلسكوب غافي وشوفي هتستفدي ايه. اوه. اوه. دكتور ماريش ممكن نطلع المسألة لهو تاني. اخر حتة بيها بس. تمام يا ماريم. تمام يا ماريم. اوه. اوه مدي البرشير. والتمبرتشير. على الطول بالكلفر. مديك النمبر الف مول بعشرة مول. طيب. بيقولك عشرة مول افقان ايدا الجاز. هاز انشيال بريشر تمانية اتموسفير. البرشير بتمانية اتموسفير. لو جيت قريت المسألة كده أنا مستحيل أحلها صح ولا لا فبعد كل فلسطوب أقف وشوف أنا هستفاد إيه هتستفادي من الجملة دي إيه يا مريم أقضى طلع الفوليوم زي الفل بي في إكوال إنا أرتي البريشر بتمانية الفوليوم معرفوش صح طمع النومبر وفمول بعشرة الارب أو بوينت أو إتو التمبريتشر بتلتمين فقدرت حسب الفوليوم ولا لا الفوليوم هيطلع بكامل هيطلع بتلاتين بوينت سيفن فايف ليتر تلاتين بوينت سيفن فايف ليتر طيب زجاز خلصنا الجملة الأولينية الجملة الثانية بيقولك زجاز زجاز تلاتين تلاتين كيلفن يبقى الفوليوم بقى كامل الدبل الدبل صح عند نفس درجة الحرارة لا تلاتين يبقى أعمل إيه في الفوليوم ده أعمل تايمز تو بالزبط يبقى ده ده كده فوليوم وان ده الفوليوم التاني ده تايمز تو هيطلع واحد وستين بوينت فايف ليتر أهو عند أنهي درجة حرارة زجاز عند نفس درجة الحرارة الطيب The temperature is raised to 450 درجة درجة الحرارة زادت ل450 عند نفس الحجم اللي هو أنهي حجم يا مريم النفس الفوليوم اللي هو 61.5 بالظبط يبقى 450 صح؟ طيب بيقول لي ضفت 5 مول عند نفس الحجم اللي هو أنهي حجم 61.5 طيب بالظبط ضفت 5 مول يبقى الـ number of مول بقى كم؟ بقى 15 بالظبط 15 مول لأن أنا كان عندي 10 ضفت 5 أنا عايز أحسب الـ final pressure أجيبه إزاي؟ أنا معايا الـ volume والـ temperature والـ number of مول أقدر بالـ roll أجيب الـ pressure فاهمتي المسألة بنحلها إزاي يا مريم؟ أوه طيب المسألة بتبقى بسيطة لما تلاقيها كبيرة كده لما تلاقيها كبيرة كده تقسمي إيه؟ المسألة حتة حتة طيب يبقى بكم بتمانية آآ سوري الـ pressure احنا عايزينه الـ volume بكم 61.5 لتر الـ number of مول خمستاشر الـ r 0.02 temperature 450 بسه تمام يبقى قادر أجيب الـ pressure ولا لأ؟ آه آه في جيب تمام خلاص هيطلع بتسعة أتموسفير فهمنا؟ تمام في مشكلة في الكلام ده? لا تمام. دكتور معلش انا عندي بس سؤال في مسألة فاتية. اتفضل. اللي هي المسألة بتاعت اه برضو معلش انا ما سهمتاش اوي برضو. انا ما فهمتاش احنا ما استخدمناهاش في حاجة تقريبا صح? المسألة اللي هي كانت فيها 6 مول او اكساس 6 مول او هيدروجين تقريبا مش فاكر او المسألة. ملا. انا ما فهمتاش احنا ما استخدمناهوش تقريبا ولا او يعني هو كان لها مش. لا هو بس عشان تجيب منه الرياكشن. تكتب منه الاكوشن. اه كمعان. لان انا قلتلك لما كون حاجة موجودة اكساس مش هتأثر على الرياكشن. اللي هيأثر الحاجة اللي موجودة بكمية قليلة. تمام طوحنا يعني الرياكشن او بصراحة انا مش باهرة فاكتب رياكشنز اوي. مش مشكلة احنا كده كده بص يعني في المسائل اللي اللي بعدها. انا خليتك تكتب رياكشن ولا انا ادي طولك? اراك لدي طول. بس لحد ما نتعلم نكتب ازاي رياكشن. او تمام يعني احنا لسه هنتعلم رياكشنز وكذا. اه. الله ستمنى بشكرا. حد عنده اي مشكلة شوانتسين في اللي احنا قلنا النهاردة. اه دكتور ما صاحنا بتعايز اصال في اخر مس. خالص اللي هي بتاعت. اه اه انا ليه سؤالي واحنا ليه اصلا استعملنا اه ليه بتسوي يعني انا ليه ما عملتش الريلاشنشيب. ممكن. ان انا مثلا قلت ان هي كانت اي تي ام فالفوليام درب اتنين فراح اسمتها. بس هقول لحضرتك وانا مشكلتي ان انا يعني كملت فيها بس وصلت لغاية فايف مول وقفت وما عرفتش اكملها. فلو حضرتك تقدر. انا ما بحبش اشتغل بالطريقة دي. لان الطريقة دي هطلق بطك. لان انت لازم تبقى محدد هي المسألة كون ستنت فوليوم ولا كون ستنت بريشل ولا كون ستنت بريشل ولا ايه بس. عشان كده حلها بالطريقة دي. يعني انا في الاول انا قلت هي ضرب الفوليام في اتنين فقلت تمام يبقى البيتو هتبقى بفور. بعد بعد كده زود التمبريتشل والتمبريتشل دايريكت مع ما انا بقول لك. فضربتها في عشان ما تطلق بطش. تمام. اشتغل بالطريقة دي كده ستب باي ستب. يعني الغيها. لا اصلا انا كنت عايز اعرف اقول انا بس كنت عايز اعرف يعني اضافة بقى الكيس ثري دي معرفتش اكملها. فلو حضرت تقدر تقول لي تكملت الطريقة دي ايه. انت في الاخر واحدة انت مثبت فوليوم. تمام. فانت هتشيل الفوليوم فالقانون بتاعك هو المفروض بي في على ان ار تي وايكوال بي في على ان ار تي. فالار هتروح مع الار والتي برضو كونستانت. فالله هيبقى متغير عندك الفوليوم بس. النامبر فمول بس. والبريشر هتتغير معاه. لان الوكايني تجهلت. ما هي وكايني كده تجهلت كيس وان وكيس تو. لان انا. اوه انا عشان كده انت بتاخدها كيس ورا كيس. اوه انا عشان كده بتاخدها كيس ورا كيس ورا دي احسن. تمام يعني يعني ان انا ما اشتغلش بالطريقة دي اصلا. اه. تمام ماشي. اوكي. تمام. ماشي. بشوانسين فاهمين? بشوانسين. ايه. حد عنده مشكلة? بشوانسين. لا تمام يا دوكس. لا تمام يا دوكس. يبقى احنا مدخص اللي حاجزين دات لعبين نهارده ان شاء الله بنشتغل بكام يونت في سرعة. اتنين. ايه وايه? بشتغل بكام يونت في التنبريتشور. واحد. واحد ايه هي? طيب عشان احسب النمبر في مول دماغي بتروح لكم حاجة? اتنين. لو انا عندي ماس يبقى القانون? يبقى ماس على مولر ماس. لو انا عندي يبقى القانون? بي في على ار تي. بي في على ار تي. طيب اه اه لو انا عايز احسب الار. الار بحسبها عند حاجة اسمها مين? اه. الاستي بي. الاستي بي. ايه زروفها? الاستي بي لما الاتموسفير يبقى وان. بالمتاشر يبقى وان اتموسفير. تمام. التنبريتشور يبقى زيرو سلسيس او 273 كالون. لو النمبر اف مول بان يبقى الفوليوم? 22.4. 22.4 ليتر. تمام. قلنا الار لها كم value? اتني. ايه هم? او 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 o coach. ايه او او القانون اللي انا قدر احسب منه number of molecules number of molecules number of molecules طب ايه القانون اللي فيه زي الفل عايزكوا بقى كده اول ما تعودوا اظن الناس المفروض ان هي ذكرة المحاضرة طب ممكن الحضرات تنظري الى السلايدز دي على على التيمز او او انا لا انت المفروض تكتب وراي عشان اضمن ان انت مركز طب ممكن حتى المسائل اه معموله ريكورد اه طب ممكن حتى المسائل ممكن المسائل ماشي ماشي ما فيش مشكلة دكتور احنا في ريفرنس او مكان نحل منه بصوا انا كده بحل كل المسائل اللي ممكن تتخالوا خلاص انا كده اه انا كده كده هنزل لك السايمون تلس فانا عايزكوا بس النهاردة تذكروا اللي احنا خدناه في المحاضرة وتذكروا اللي احنا المسائل اللي احنا حلناه مش عايز اكتر من كده منك الدكتور الانشيط اللي حركت حلو ده هل كفاية خلاص كده نحل العشر عشرة اللي حلناهم اه كفاية كفاية جدا لحد ما نزل لك مزيل طب ينفع حالك تنزلهم بحلهم بحيث نبقى كنا بنزكيرهم ونحلهم حتى واحدانة تاني معنا شوف الاول انت بتحل ايه وبعد كده نزللك بحلهم اما نقصه طبعا نحل اللي حضرتك لسه حلناه دلوقتي ده بس يبقى تحل معانا برضه حيث ناجع ده نفسانا ناشي ما فيش اي مشكلة شكرا جدا شكرا طيب باشوانسين فهمتوا النهاردة كويس اه تمام يا دكتور حد عنده اي مشكلة في اي حاجة لا يا دكتور انا سعايزكوا بس تحلوا المسائل كده واحدة واحدة ولو في اي حاجة احنا موجودين في الكلية في التبتوريال بتاع الكلية في اللاب فا اي وقت اشوف لكم اللي انتوا عايزين دكتور طب المسائل دي حرارك اتبعت هلنا ولا اهنزلها على التيم انتوا بصوا عليها بس على الفيديو دلوقتي وانتوا بتذكروا لحد يعني انا برطو عايزكوا تكتبوا المسائل بيديكو بعد ما تكتبوها هننزلها لكم عشان لو حد عنده مشكلة في كتابة حلو حدوس هعمل بس تمام يا بشونتين شكرا شكرا سلام عليكم عليكم شكرا 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 مالسلام عليكم